السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب بكم ضيوفنا الكرام أجمل ترحيب مع هذه المحاضرة الجديدة من محاضرات منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة فأهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء في هذه المحاضرة سنكتشف رحلة تطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وسنغوص في أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال الشيق وسنتعرق على أهم النظريات والمفاهيم التربوية الحديثة التي تنطوي على تعلم اللغة العربية وسنكتشف التحديات التي واجهها المتعلمون الناطقون بغير اللغة العربية ونبدأها مع سعادة الدكتورة أميرة سنبس أستاذ فقه اللغة المشاركة بجامعة أم القرى سابقاً بالمملكة العربية السعودية وأدابها بجامعة أم القرى سابقاً ورئيس قسم الترجمة والتدقيق اللغوي في منصة أريد العلمية ونستعرض مع حضراتكم ضيوفنا الأعزاء بعضاً من سيرتها الذاتية العلمية سعادة الدكتورة أميرة سنبس أستاذ فقه اللغة المشاركة بجامعة أم القرى سابقاً بالمملكة العربية السعودية عضو في لجان علمية وأدبية محلية ودولية منها عضو في اللجنة في الجمعية العلمية السعودية للغة العربية وعضو في مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية وعضو في الاتحاد الدولي للغة العربية شاركت أيضاً في ندوات ومحاضرات محلية ودولية منها اللغة العربية والذكاء الإصطناعي ولها جهود حثيثة في مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة فأثرها في خدمة اللغة العربية وجهود منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وبادرت بتقديم برنامج تدريبي في مستشفى حراء العام بمكة المكرمة بعنوان الحاجات اللغوية اللازمة للأطباء والممرضين الناطقين بالغير العربية فلتتفضل سعادة الدكتورة أميرة زبير سنبس مشكورة مأجورة تفضلي سعادة الدكتورة معكم الصلاحية شكراً أستاذ صفاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم على العباد والشكر لله على ما أكرمنا من تعلم لغة الضاد وصلى الله على خير من نطق بالضاد ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعد الأساتذة الأفاضل الأستاذات الفضليات والباحثين والباحثات الحاضرين لهذا اللقاء عبر الأثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء المبارك بصحبة أستاذ قدير ومعلم خبير في محاضرة علمية يعقدها قسم الترجمة والتطقيق اللغوي معلوم أن اللغة العربية الشريفة تحظى بمكانة عظيمة بين اللغات فقد اختارها الله عز وجل من بين جميع لغات العالم حيث انزل بها القرآن الكريم المعجز معجز بلفظه ومعناه ودون بها الحديث النبوي الشريف فاختارها لتكون لغة الإسلام كما تتميز اللغة العربية بأنها لم تتغير ولم تنجثر منذ أربعة عشر قرن وهي أصل الثقافة الإسلامية والعربية لغة القرآنية شمس الهدى صانك الرحمن من كيد العدى هل على وجه الثرى من لغة أحدثت في مسمع الدهر صدا مثل ما أحدثته في عالم عنك لا يعلم شيئا أبدا فتعاطاك فأمسى عالما بك أفتى وتغنى وحدى بك نحن الأمة المثلى التي توجز القول وتزجس جيدا هذه الفصحة التي نشد بها ونحيي من بشجوها أشدا يا وعاء الدين والدنيا معا حسبك القرآن حفظا وأدى لا شك في أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لم يعد ترفا ولا أمرا ثانويا وإنما هو أمر حيوي فوردته عوامل ودوافع منطقية جعلت الإقبال على تعلم العربية يزداد ساعة بعد ساعة لدوافع متنوعة منها الدينية تعليمية والتواصلية والثقافية والاقتصادية والسياحية وغيرها ولكي نتمكن من تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على خير وجه لا بد من أن نقف على أفضل المناهج تعليمها وكيفية تطويرها فالمنهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة وهو الأداة الأساسية التي تستخدمها التربية لتحقيق أهدافها من العملية التربوية وهو يحتاج إلى التخطيط والتنفيذ وتقويم حناصره بشكل مستمر وهو يمثل نظاما متكاملا له مدخلات ومخرجات وآليات تنفيذ حول الحديث عن مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مفهومها وأنواعها يسر منصة أريد العالمية ممثلة في قسم الترجمة والتطبيق اللغوي أن تستضيف قامة علمية سامقة وخبرة وعلامة فارقة في ميدان تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية نرحب بسعادة الأستاذ الدكتور خالد حسين أبو عمشة أستاذ اللغة ثانيات التطبيقية المشارك حاصل معنا دكتورة الفلسفة في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسيا من ناطقين بغيرها ودكتورة ثانية في الدراسات اللغوية اللسانات الساميات التطبيقية نظريات اكتساب اللغة الثانية يشغل منصب المدير الأكاديمي لمعهد قاصد أمان الأردن منذ أكثر من عقدين ونيف من الزمان إلى تاريخ وهو المدير التنفيذي لبرنامج الدراسات العربية بالخارج كاسا الأردن وشغل منصب مستشار أمديست لبرامج اللغة العربية في الشرق الأوسط لمدة عقد من الزمان عمل أستاذا زائرا في جامعة بريغام يانج في ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية وعمل وما زال محاضرا للغة العربية للناطقين بغيرها منذ عشرين سنة ومدربا وخبيرا في جامعات ومعاهد ماليسيا والسعودية والأردن والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وهو خبير ومدرس للعربية للناطقين بغيرها في الإسسكو والأليسكو وهو عظم في لجان متعددة محلية وأقليمية وعالمية لتأليف سلاسل العربية للناطقين بغيرها حيث شارك في إعداد أكثر من عشر سلاسل في تعنيم العربية للناطقين بغيرها للصغار والكبار ودرب في عشرات الدورات التدريبية في تأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها على مستوى العالم وأدارة ومازاد برامج جامعية عديدة في الشرق الأوسط لجامعات أمريكية وبريطانية وأوروبية عريقة منها جورج تاون وأكسفورد وغيرها وهو مؤلف مشارك للسلسة تعليم العربية للمستوى المتميز لمطبع جورج تاون الأمريكية له أكثر من مئة الكتاب في مضمار تعليم العربية للناطقين بغيرها منفرداً وبالاشتراك مع مؤلفين آخرين شارك في أكثر من خمسين مؤتمراً حول العالم وله أكثر من خمسين بحثاً منشوراً في مجلات ومشاريع علمية محكمة وضعط في لجان علمية وتقويمية وجودة واعتماد أكاديمي متعددة على مستوى العالم هذا غيظ من فيض صيلته التاتية العلمية نفع الله به وبيعلمه العربية وأهلها والناطقين بغيرها تفضل أستاذنا القدير بتقديم المحاوضة 30 مشكوراً مأجوراً المايك معك نكروفون معك هل تشاهدون الشاشة الكبيرة أو الصغيرة؟ دكتورة ما هل تشاهدون الشاشة الكبيرة أو الصغيرة؟ نرى الاثنين دكتور تظهر الشاشتين حالياً تظهر عنا الشاشتين والآن؟ الآن الكبيرة تفضل أشعد الله مساءكم وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أينما كنتم وأريد أن أبدأ بتقديم جديد الشكر وعظيم الإمتنان لمنصة أريد ولكل العاملين فيها ولكل الزملاء الذين رتبوا ونسقوا وعملوا وجاهدوا حتى خرج هذا اللقاء في صورته النهائية والشكر موصول أيضاً كذلك لكل الحاضرين الذين تجشموا عناء الحضور على الرغم من إنشغالاتهم في نهاية هذا الأسبوع وأود أن أتبادل معكم الحديث حقيقة في هذا اليوم حول موضوع من الموضوعات الملحة والمهمة والضرورية في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها استجابة لطلب الزملاء في منصة أريد وموضوعنا هو مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها المفهوم والأنواع وفي الحقيقة جل ما أريد أن أقوله في هذا المقام في الحقيقة ينصب في اهتمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا من جهة والمعلمين من كونهم أو كونهم سوف يتعاملون مع المنهج بطريقة أو بأخرى وبالتالي أنا أؤمن أنه ليس من مسؤولياتهم منذ البداية أن يقوم بوضع المنهج بمفهوم المنهج الواسع ولكن فهم المكونات الأساسية له سوف تساعدهم على تطوير مهاراتهم المهنية بشكل عام وفي الحقيقة أبدأ بهذا السؤال ما منزلت المنهج؟ لماذا نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع؟ باختصار هذا الموضوع يمثل ثلث الأهمية من المكونات التي تكون أو تتكون منها منظومة التعليم عموما وتعليم العربية للناصطين بغيرها على وجه القصوص فيمكن القول بأن المنهج يمثل بكل بساطة في ضوء أدواتنا المعاصرة الجي بي اس تخيل أنك تريد أن تقطع هذا المكان وأن تتجاوزه من مكان إلى آخر كيف يستبيل إلى ذلك؟ لعلك يمكن في نهاية المطاف أن تجتاز ولكن هل سيكون الاجتياز من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ كم ستستغرق من جهد ووقت ومال من أجل الوصول إلى الهدف المنشود في نهاية المطاف؟ لا شك أن المنهج سوف يمثل خريطة طريق جواز سفر جي بي اس لفئة كبيرة من المعلمين وبالتالي هو من الأهمية بمكان أن نعرف كل ما له علاقة بهذا المكون المهم من متونات العملية التعليمية ويعده جاك ريتشارد من أفضل من كتب في مناهج تعليم اللغة الإنجليزية وقد وصفه بقوله بأنه مكون أساسي من مكونات عملية تعليم اللغة الثانية أو الأجنبية وهو الأساس أو أساس المدخلات اللغوية وهذا ما أكده أيضا ستيفن كراشن في نظرياته المتعددة وخاصة نظرية المدخلات التي يكون فيها بأنه لا يمكن لمتعلم أن يتعلم اللغة دون ما يسمى بالمدخلات اللغوية المفهومة وإذا أردت أن تحقق هذا التعلم لا بد أن تقدم المدخلات اللغوية المفهومة بمن قاعدته المشهورة i-plus-one وi ترمز إلى مستوى شفاءة الدارس وplus-one ترمز إلى التحدي أو الصعوبة بدرجة واحدة التي تحقق التعلمات المنشودة بالنسبة للمتعلمين ونظرا لما قلته في بداية المطاف حقيقة فمت بعض المصطلحات التي سوف ترد في هذه المحاضرة وهي تمثل تحريكا للمياه الراكدة ولعلها تكون مناسبة لكي يعود الأشخاص للبحث عن هذه المجالات المختلفة لأننا لا نستطيع في الحقيقة أن نتوقف عند التصليلات للإحاطة بهذا الموضوع الكبير بشكل عام وإذا نظرنا في أدبيات الحديث عن المناهج مناهج تعليم اللغات الأجنبية بشكل عام فسوف نجد مجموعة من التحديات ومجموعة من الإيجابيات وأذا يستحضرني في الحقيقة هنا نريد أن نتحدث عن السلبيات الصحابي الجليل حذيفة بن يمان الذين كان الصحاب يسألون دائما عن الأعمال التي تقودهم إلى الجنة وكان يسأل عن الأعمال التي تبعده عن النار وبالتالي هما مذهبان متداولان مشهوران كلاهما يحققان الهدف المنشود في دخول الجنة فإذا كنت تسألك في الحقيقة عن مدخلات الجنة وهو ما كان يفعله جل الصحابة فيكون ذلك وإذا سألت أيضا ما الأجياء التي إذا ابتعدت عنها دخلت الجنة أيضا تستطيع أن تصل في نهاية المطاف إلى نفس الغاية والهدف وبالتالي من إيجابيات وسلبيات اعتماد الكتب أو المناهج أو السلاسل بشكل عام أولا أن البناء قد يكون سيئا قد يكون غير لولبي لولبي بمعنى لا يوجد فيه تدوير وهذان المصطلحان المهمان في اكتساب اللغة الثانية بمعنى أن تتطرق إلى الموضوع بشكل جزئي ثم تتوسع فيه كلما ارتقيس في مستويات الكفاءة فعلى سبيل المثال تقدم اسم الفاعل في المستوى المبتدئ ثم بصورته الأساسية للفعل الصحيح ثم في نهايته تقدم للفعل المهمول ثم تقدم في المستوى الثاني الفعل الناقص ثم في المستوى الذي يليه تقدم اسم الفاعل من الفعل الرباعي الصحيح ثم في المستوى الذي يليه تعود إليه مرة أخرى رابعة وتقدم الفعل الأفعال الناقصة أو الأفعال المعتلة ثم تقوم بهذه الدورة في شتى المفاهيم المختلفة على مستوى المفردات وعلى مستوى التراكيب وعلى مستوى الموضوعات أو الوظائف كما تسميها معايير المجلس الأمريكي أن هذا الكتاب قد لا يعكس حاجات الدارسين ومن الخطوات التي سنتحدث عنها أن الكتاب المثالي هو الذي يقوم على تحليل واسع وتحليل كبير على طائفة واسعة من الدارسين لحاجاتهم لماذا يدرسون اللغة؟ وأيضا يقلل من مهارة المدرسين غال وقد يكون غير متوفر هذه أبرز حقيقة هناك طائفة أخرى من التحديات والسلبيات لكن هذه السلبيات المتداولة في الأدب التربوي أما الإيجابيات فقد يوفر بناء واضحا لو نقصت مهارة المدرس في امتلاك ما سنسميه لاحقا أيضا ونتحدث عنه مصطوفة المدى وتتابع للمستوى أو ما هي واصفات الكفاءة لمستوى معين من المستويات فالكتاب يوفر فرصة للمعلم الذي ليس لديه الطلاع واسع أو لمن دخل الميدان حديثا بشكل عام فهو يوفر بناء واضحا ويساعد على معيرة التدريب يوفر معايير واضحة وفي الحقيقة في دراسة أجراها أستاذنا القدير المرخوم الدكتور رجلي طعينة عندما قام بتحليل مجموعة من الثلاثل وجد للأسف أن نسبة المشترك بين هذه الثلاثل على صعود متعددة لا تتجاوز ثلاثين بالمئة وفي رأيي أن السبب يكمن في هذا الاختلاف إلى اختلاف خبرات الأشطاط الذين عملوا في هذه المناهج وبالتالي لم تتردد المفردات في الكتب نفسها لم تتردد السراكيب لم تتردد الموضوعات لم تتردد الوظائف لم تتردد الثقافة لم تتردد إلى أخره من مكونات المنهج الذي سوف نتحدث عنه بعد قليل لذلك نحن بحاجة إلى وضع معايير فلعل من يجب أن يشتغل على المناهج يجب أن يمتلك معايير بناء المناهج التي يمكن أن تستقى من مصادر ومشارب وموارد مختلفة ولعل من أهمها كما سيأتي الحديث الأثر العالمية يحافظ على نوعية التدريس يوفر مدخلات لغوية ناموذجية كما قال ستيفن كراشن تدريب المدرسين على شيء واضح على شيء ملموس بين يديهم وهذه هي أهم الإجابيات وثمت إيجابيات أخرى لكن من اللطيف أن نشق الطريق وأن نبدأ من هذه المجموعة من الإيجابيات ومن السلبيات ما هو المنهج؟ حقيقة تمت تعريفات كثيرة للمنهج أود أن أتوقف عند بعضها لعلها جميعا تساهم في خلق تصور لدى كل شخص منا في ما هي المنهج لكي تكون منطلقا لما سيأتي من حديث هي مجموعة من نوافج التعلم التي نسعى إلى تحقيقها نوافج التعلم التي نسعى إلى تحقيقها وهناك طبعا نوافج على مستوى الأصوات وعلى مستوى المفردات وعلى مستوى القواعد وعلى مستوى المهارات الأربعة أيضا على مستوى الثقافة فهذه هي المكونات الثمانية الأساسية لما نقوم بتدريسه في فصول تعليم العربية للناطقين بغيرها هي المعرفة التي تؤدي إلى تغيير السلوك هو المنهج هو الخبرات التي يتم تقديمها في مجال معين للمتعلمين تحت إشراف المدرسة أو المؤسسة أو رعايتها أو توجيهها هي الغايات النهائية التي نسعى إلى تحقيقها عبر محتوى تم تصميمه خصيصا لهذه الغاية وهو المحتوى المخطط له بشكل محكم الذي نقدمه بشكل استراتيجي لتسهيل عملية التعلم وإسراء الخبرات اللغوية للطلاب في جميع المجالات الكتاب أو السلسلة التعليمية في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها وأقول أخيرا وليس آخرا بأنه المدخلات اللغوية التي تعمل على تطوير الكفاءة اللغوية للدارشي المدخلات اللغوية التي تسعى إلى تطوير الكفاءة فعندنا كفتي ميزان عندنا مدخلات لغوية تشتمل على كل ما له علاقة باللغة من أنظمة مختلفة أو من عناصر ومهارات العناصر هي ثلاثة كما قلنا الأصوات والمفردات والتراكيب والمهارات وهي الاجتماع والمحادثة والقراءة والكتابة ومنهم من يضيف إليها مهارة خامسة وهي الثقافة من أجل تطوير الكفاءة والكفاءة أيضا مصطلح علمي بمعنى ما يستطيع الدارس أو الشخص القيام به باللغة هذا ما نسعى إليه من خلال هذا المنهج ما يستطيع الدارس القيام به ولذلك من التعريفات المعتبرة للكفاءة ما يستطيع الدارس أن يقوم به باللغة بصرف النظر عن المعلم والمؤسسة والكتاب أنا في الحقيقة لا أهتم في نهاية المطاف من هو المدرس ولا هو الكتاب ولا هو البلد أو المؤسسة التي درس فيها في نهاية المطاف هذه مجرد أدوات من أجل الوصول إلى غايات فبالتالي الهدف هو مربط الفرص وبيت القصيد وحجر الزاوية في هذا المجال بشكل عام ما أنواع المناهج التدريسية؟ في الحقيقة إذا قمت بتقليب أو بالإصطلاع أو بتصفح مناهج تعليم اللغات الأجنبية عموما وتعليم العربية منذ ظهورها منذ ستينيات القرن الماضي هذه هي البداية التي يمكن أن نسميها الحقيقية للتعليم المنهجي المؤسسي لمجال تعليم العربية للناطقين بغيرها فيمكن أن نقول أن ثمث أنواع مختلفة ينبغي أن يطلع عليها المعلم أن يعرف خصائص كل منهج خصائص كل كتاب من أجل تلبية الحاجات الضرورية للمتعلمين ولذلك من السياقات حقيقة التي تأتي فيها هذه المحاضرة أيضا دائما ما أسأل ما هو أفضل كتاب ما هو أفضل سلسلة ولست ممن أجاب على الرغم من كثرة هذا السؤال بعنوان كتاب أنا أريدك أن تفهم أولا كيف تقرر أنت كيف تحكم أنت على جودة هذا الكتاب أو هذه السلسلة أنت الذي يجب أن تقرر أنا سوف أمكنك من الأدوات التي تساعدك على أن تجيب على هذا السؤال هذا بالضبط يشبه مبدأ التعليم المشهور في المناهد والكتب وفي المجال التعليمي أننا لا نعطي الصغار الأسماك بل نعلمهم كيف يصطادونها وهذا ما نريده في نهاية المطاف لذلك السؤال هناك حاجات وهناك مناهد يجب أن تعرف ما هي الحاجات ومن هو المستهدف وبالتالي تستطيع أن تقرر بعد ذلك ما هو الكتاب لا يستطيع شخص أن يقرر مهما أوتي من علم ولو كان من كان أن تقول لي والله أنا أريد أن أدرس لأشخاص عندي مجموعة من الطلاب الأجانب إن صحوني بكتاب هذا السؤال المتوارد والموجود والمذكور والمشهور في وسائل التواصل الاجتماعي يا أخي من هم الطلاب هل هم صغار أو كبار هل هم مسلمين أو غير مسلمين هل يدرسون لأهداف تواصلية أو لأهداف أكاديمية فمثل عديد من التساؤلات التي يجب أن نقدمها التي يجب أن تقدمها قبل أن نجد ما هو المنهج المناسب فما أبرز هذه الاتجاهات ما أنواع المناهج والمقررات الموجودة في مجالنا بشكل عام أولا من أولى المناهج التي ظهرت مناهج القواعد المناهج التي بنيت التي يمثل العمود الفقري لها أغل القواعد ومن أشهرها ما ظهر في الوليات المتحدة كتاب بيتر عبود والعربية المعاصرة وهذا مثال حقيقي حقيقة على هذا الأمر وكتب إف عبد الرحيم المشهورة والمتداولة أيضا هي تقوم على المنهج القواعد وهي تظهر أو تنتج لنا طلابا يعني ماهرون في القواعد ولا يستطيعون التواصل بسهولة وبالتالي تنقصهم مهارة المحادثة إلى حد كبير الاستماع والمحادثة تكون العضعف في مثل هذا المنهج ثم هناك المنهج الدلالي والمناهج الدلالية بمعنى مناهج الحقول الدلالية التي تقدم الكلمات وهذه ظهرت بعيدة يعني كونها انتفاضة على منهج القواعد وظهرت مناهج متعددة تكون هناك درس بعنوان جسم الإنسان ويضعون لك عشرين كلمة من كلمات جسم الإنسان ثم المطبخ ثم البيت ثم الخضار والسواكه ثم يضعون هذه الكلمات في قوائم من المفردات على المتعلم ان يحفظ هذه الكلمات وان يحاول ان يستخدمها ولكنها في الحقيقة لا تريد في سياقات حقيقية يعني عادة نحن الآن في هذا الوقت لا ندرس وفق هذا المفهوم نحن قد نستخدم كلمة او كلمتين او خمسة من اعضاء جسم الإنسان ثم يستطيع المتعلم بعد ذلك ان يولد هذه الجمل فيما بعد فليس الامر منوطا بتقديم القائمة بقدر ما يمكن ان نقدم كلمات ذات على اقوى وشائد نستطيع من خلالها مساعدته على خلق جملة بشكل عام يعني انا اريد ان تفكروا ان اللغة عبارة عن اناس عبارة عن جمد عبارة عن تراكيد اذا اردت ان اساعد المتعلم على ان يتعلم لا يكفي ان يتعلم كلمة اذن وكلمة رأس وكلمة شعر وركبة ورجل ويد وعين الى اخره انا اريد ان اقدم له فعلا وفاعلا ومفعولا به اريد ان اقدم له فعلا وفاعلا وحرف جر واسم مجذور اريد ان اقدم له فعلا وفاعلا وظرف زمان او مكان ومضاف اليه بعد ذلك هكذا تتكون الجمل هكذا تتكون اللغة فلذلك لا بد ان اقدم ادوات هذه تسمى باللغة الانجليزية السقالات الدعائم التعليمية فاذا قدمت له هذه الكلمات يستطيع ان ينتج جملة لكن اذا عطيته والله رأس ويد وأنف اذن وحنجر طيب بعدين كيف سيعطيك لغة فالمنهج الثالث الموقف ولذلك نجد كتبا كثيرة نجدها على شاكلة في نبدأ من المطار في المطار ثم في التكسي ثم في المركز ثم في الجامعة ثم في عند الحلاق وفي السوبر ماركت وفي الطوارئ وفي الجامعة وفي 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 وثمت كتب كثيرة تعرض علينا مثل هذه الكتب التي تعبر عن المواقف ولا شك ان فيها فائدة ولكنها لا تعكس الصورة الكلية للغة ثم المهارات فلذلك يعني تم اللغة عبارة عن تطورات مختلفة وحتى الآن ما زال هناك يعني خلاف حتى في تعليم العربية وللناطقين بغيرها لنقدم اللغة في مهارات منفصلة أو في مهارات منفصلة فهناك اهتمام وظهرت كتب لمهارة القراءة ومهارة الكتابة وحقيقة يعني بدأت المملكة السعودية بتطوير هذه الكتب في الثمانينيات وشفعينيات القرن الماضي وظهرت عندنا ثلاثل عديدة تتكون من عشرات الكتب في بعض الأحيان فبحيث يقدم للمستوى المبتدئ كتاب للاستماع وآخر للقراءة وآخر وآخر وهي حقيقة كتب مفيدة وجيدة وتعكس تطوراً أو عصراً من عصور تطور مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها ثم ظهر بعد ذلك مفهوم الوظائف مع ظهور الأطر العالمية وأن لكل أن اللغة تتكون من أنظمة وكل نظام يتكون من مستوى وكل مستوى يتكون من وظائف فالمستوى المتقدم على سبيل المثال يتقدم أو يتكون من وظائف الوصف والسرب في الماضي والحاضر والمستقبل والمقارنة وإعطاء التعليمات وإلى آخره فأصبحنا نرى كتباً تهتم بتقديم اللغة بوصفها وظيفة كيف أقدم نفسي كيف أقبل دعوة كيف أوجه دعوة كيف أحدز موعداً كيف أكيف فثمت وظائف للاعتذار والدعوات والسرد والوصف والمقارنة وإبداء الرأي والإفتراض والحجاج وغيرها من الوظائف المختلفة التي عكستها حقيقة مناهج التعليم العربية بشكل عام ثم هناك الكفايات ثم ظهر اتجاه في تعليم اللغات العربية واللغات الأجنبية منهج الكفايات كون هذا بوصفه إنعكاساً حقيقة للمذهب التواصلي الذي يؤمن أن اللغة مجموعة من الكفايات الكفاية اللغوية والكفاية اللغوية الاجتماعية والكفاية الخطبية والكفاية الاستراتيجية وكل واحدة من هذه الكفايات تتكون من مجموعة من المظاهر والمكونات اللغوية وبالتالي أصبحت تعكس المناهج إلى حد كبير هذه الكفايات وثمث أنواع أخرى ومن أراد حقيقة أن يستزيد في هذا الشأن أنصحه بالاطلاع على كتاب جاك ريتشارد له كتاب عن مناهج تطوير بعنوان مناهج تطوير اللغة والكتاب مترجم إلى اللغة العربية والكتاب أيضا متوافر على الشابكة وفيه حديث مفصل عن هذه الأنواع والآن نصل إلى مكونات المنهج الدراسي ما المكونات إذا أردت أن تخوض تجربة التأريف إذا أردت أن ترى جودة أو أن تتأمل جودة الكتاب أو السلسلة ما العناصر التي يجب أن تفكر فيها بشكل عام فثمت مكونات كثيرة في الحقيقة ولكن قبل ذلك آلية البناء المكونات تقوم على ثلاثة أو على ثلاثة مراحل في الحقيقة تلخص عملية هذه المراحل تلخص لنا عملية اكتشاب اللغة فكل المكونات التي سنتحدث عنها بعد قليل تتمثل أو تندرج أو تقع في ثلاث عمليات أو في ثلاث مراحل الأولى تسمى المدخلات والثانية العمليات والثالثة المخرجات وتأكد أنه لا يمكن لأي شخص كان مهما كان أن يتعلم لغة أو أن يتقن لغة دون أن يمر بهذه المراحل الثلاث لا بد أن تتحول الأصوات وهذا ما عبر عنه ابن جني في تعريفه للغة أن اللغة عبارة عن أصوات يعبر كل قوم بها عن أغراضهم لا بد أن تتحول أو أن تمر بهذا المصنع وهذا المصنع يمر أو يتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي المدخلات وقلنا هي المدخلات المفهومة بحسب ستيفن كراشين آي بروس وان ثم العمليات وهي العمليات الذهنية بروسيشين وثم وصولا إلى المخرجات كيف تتحول هذه العمليات إلى المخرجات وأريد أن أؤكد هنا في الحقيقة أن المدخلات وأهمية المدخلات المفهومة أن لو أن هناك أي شخص أجنبي لو أن أمريكي على سبيل المثال هذا الأمريكي لا يتحدث العربية بالبثة ثم قرر أن ينتقل إلى الأردن أو إلى المغرب أو إلى مصر أو إلى أي بلد عربي في الحقيقة فعلى الرغم ولو قضى عشرين عاما فإنه لن يتجاوز حدوث المجاملات لأنه لا يمكن البتة حقيقة لشخص مبتدئ دون أن يدرس أو أن يلتحق بفصول تعلم اللغة من أن يطور أو يكون لغة لأنه لم يمر بمرحلة المدخلات المفهومة أما إذا جاء هذا الشخص على المستوى المتوسط فأعلى فيمكنه أن يطور لغة حتى لو لم يدخل الفصول الدراسية لأن لغة المجتمع ستراوح ما بين المستوى المتوسط في معظمها إلى المستوى المتقدم إلى المستوى المتميز فبكلمات أخرى يتكون المنهج أو مكونات المنهج هي أولا هناك إجمال ثم هناك تفصيل مكونات المنهج سوف أتحدث فيها وحولها على مستويين مستوى إجمالي ومستوى تفصيلي أما مستوى الإجمال فلابد أن يكون للمنهج أو للسلسلة فلسفة ما الفلسفة التي تريد أن تقدمها قبل قليل نحن تحدثنا طبعا هناك أيضا في موضوع اكتساب اللغة الثانية هناك أربعة دوائر مهمة هناك تشكل هذه الرؤية وهذه الفلسفة وهي أيضا من المكونات التفصيلية التي ستأتي لاحقا هناك نظريات وهناك مداخل وهناك صرائق وهناك استراتيجيات وتكنيكات للتعليم مجموع هذه الأمور هي التي تساعدك في وضع هذه الفلسفة فلمن تريد أن تقدم هذا الكتاب ما هي فلسفة هل تؤمن بالمذهب التواصلي على سبيل المثال؟ ولذلك تريد أن تقدم اللغة وفق هذا التصور عندئذ سوف تكون مرجعيتك في وضع الكتاب أو السلسلة النظريات التواصل وهناك حوالي عشرة نماذج حقيقة من نماذج الكفاية التواصلية وهناك كتاب حقيقة لطيف جميل ولعله من أوائل الكتب التي تحدثت عن الكفاية التواصلية أو القدرة التواصلية بشكل شمولي والكتاب لزميلنا وخبيب الدكتور محمد إسماعيل علوي وتشرفت بالعمل معه في وضع بحث من أبحاث هذا الكتاب فالآن الاتجاه السائد يسير وفق هذا المذهب ثم هناك مذهب أخرى لعلك من المؤمنين بالأثور العالمية وتريد أن تقدم اللغة وفق مذهب الوضائف ولعلك من المؤمنين بالمذهب الحديث أيضا مذهب الإستراتيجيات أن الإستراتيجيات تحقق نتائج عظمى ولعلك تؤمن بغير ذلك فبنهاية المطاف يجب أن يكون لك هوية ويجب أن تنعكس هذه الهوية في المقدمة النظرية وفي الممارسات التطبيقية في الكتاب ثم لا بد أن تضع الأهداف ولا بد أن يكون لك اصطلاع على الأثور العالمية الآن ما عدنا نقبل في مجالنا من يقول مستوى أول وثاني وثالث ورابع لأن المستوى الرابع في الأردن قد لا يعني أي شيء لزميل في المغرب أو زميل في السعودية أو في مصر لا بد من تحديد الأهداف في الحقيقة أو المستويات التي تهدف إلى نقل الطلاب إليها ثم هناك المحتوى مما يتكون الكتاب أو السلسلة ما منزلت المهارات والعناصر اللغوية كيف تتعامل مع النشاطات والتدريبات ما هي المواد الداعمة ما هو التنظيم والترتيب والعرض الذي سوف تقدمه هل سيكون منتجما مع نظريات اكتساب اللغة أم أنك ما زلت أسيرا للطريقة التي تعلمت فيها اللغة وتريد أن تعكس هذه التجربة أيضا في ذلك الكتاب ما هي التوقيتات يعني ما هو الوقت الدراسي التوقيت بمعنى عدد الساعات والفصول يعني حقيقة ذر العجب العجاب في الكتب والمناهز يعني نجد من يقول أنه سوف يأخذك من المستوى المبتدئ إلى المتقدم في ستين أو مئة ساعة وهناك من يعيدك إلى أن تصل إلى المستوى المتميز في مئتي ساعة وهناك من يعيدك بأن تصبح خريثا نير نيتف قريبا ناطقا من ابن اللغة في خمسمائة ساعة هذه حقيقة يعني وعود لا يمكن تحقيقها يعني فلذلك يجب أن تكون صاحب رؤية كيف يمكن أن تقدم المادة التعليمية وفق هذه المنظومة ووفق عدد الساعات الممكنة التي يمكن أن تنقل فيها طالبا من مستوى إلى آخر وأخيرا وليس آخرا التقوين فهذه العماصر طبعا أريد أن أقول لكم شيئا إذا ذهبتم إلى أدبيات كتابة أو وضع المناهج سوف تجدون آراء قد تصل حد الصعار حقيقة ومشكلتنا في علوم التربية أنها فضفاضة إلى حد كبير ونحن نحاول أن نلملم هذه الأمور لكي تكون أكثر منطقية من اعترك حقيقة مجال التعليم ومجال التدريب وتعامل مع مدرسين كثر سوف يرى أهمية أن تضع الأشخاص على السكة على سكة حديد كيف يمكن أن يسيروا من محطة إلى محطة ومن مكان إلى آخر وليس أن يجدوا أنفسنا نحن قضينا سنوات وسنوات من القراءة والتعلم بالممارسة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إله ليس بالضرورة هذه فائدة القراءة هذه فائدة الإطلاع هذه فائدة المحاضرة هذه فائدة العلوم السابقة أننا لا نريد أن نخلق العجلة في كل مرة ونريد أن نبدأ من الصفر نريد أن نجرب ما جرب يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدق المؤمن من جحر واحد مرتين فإذا أثبتت الدراسات عدم جدوى كثير من الأشياء ليس من الضروري بمكان ليس من الضروري أن نجربها يعني يجب أن نذهب إلى الأشياء التي أثبتت جدواها وإستطعنا أن نحصد أو أن نصل إلى مخرجات جيدة بشكل عام طيب هذه هي المكونات الكبرى هذا هو المستوى الرئيس الذي نتحدث عنه سأتحدث الآن قليلاً عن كيفية ترتيب هذه الأمور في المناهج ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأجزاء التفصيلية وصولاً إلى كيفية تقويم المنهج أو الكتاب بشكل عام المطلع على المناهج بشكل عام يجد أن المناهج تتكون من ثلاثة أركان كبرى هناك كما قلنا وكما سبق القول وهذا تذكير لكيفية الترتيب لكن فقط نحن نراجع الكلمات تذكروا أن هناك مدخلات وهناك عمليات وهناك مخرجات يعني من بداية الوحدة إلى آخرها يجب أن نرى هذه الأمور الثلاثة حتى أن أو حتى إن كثيراً من طرق التدريس والإستراتيجيات تتوافق مع هذا المذهب لأنه ثبت يعني بشكل لا يقبل النقاش الآن أن تعلم اللغة أي لغة بصرف النظر عن المدرسة السلوكية ولا المدرسة المعرفية ولا المدارس الأخرى في الحقيقة أن اكتساب اللغة يمر بهذه العمليات بصرف النظر عن الترتيب نحن نختلف في الترتيب ولكننا لا نختلف في المراحل الثلاثة هذا هو الاختلاف بين النظريات المكونات واحدة لذلك حتى إن طرق التدريس والإستراتيجيات بدأت تنسجم مع هذه المكونات الثلاثة يعني خذ مثلاً نظرية البقات الثلاثة PPP التي الأولى تعني production والثانية أو produce practice ثم present عفواً present, produce, present, practice, produce قدم, مارس, أنتج تم سجم مدخلات يعني قدم عمليات يعني مارس مخرجات يعني أنتج لغة وبالتالي هناك توافق على هذه الأمور حتى في تدريس القواعد بالطريقة القياسية أو الاستنباطية هي يجب أن تمر عبر هذه المراحل إما أن تبدأ بالمدخلات أو العمليات أو المخرجات فما هو الموجود؟ إن قراءة مشهد مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها يبين لنا ثلاثة أنواع من المناهج المنهج الأول ويسمى بالمنهج التقدمي وهو يتكون من المدخلات أولا العمليات ثانيا المخرجات ثالثا ما معنى هذا لكي أمثل بمثال بسيط؟ إذا أردت أن أمكن المتعلمين من المذكر والمؤنث على سبيل المثال فآتي له بالمدخلات طبعا دائما في القواعد عندنا قاعدة ذهبية تقول قواعد جديدة في كلمات قديمة حتى لا تدخل في اشتباكين في اثنين يكفي واحدا فتقدم له القاعدة كلمات مذكرة في مقابلها كلمات مؤنثة معروفة مألوفة ثم تضع التال مربوطة التي تأتي في النصف الأول منفصلة من باب سهولة التركيب ثم متصلة من باب التعقيد الذي يأتي فيما بعد أقصد مثلا كبير كبيرة فالتال مربوطة مفصولة عن الرا ثم جميل جميلة فالتال مربوطة متصلة فأقدم القاعدة فالطالب يراها ثم بعد ذلك نأتي إلى تدريبات ممارسة على سبيل المثال نأتي بمجموعة من الصور ونكتب تحتها على سبيل المثال كلمة مرة مذكرة ومرة مؤنثة ويجب أن يختار هذه أو هذه فهو يمارس أو نضع هذا أو هذه لبعض الكلمات ثم نقول له هذا كتاب أو هذه حقيبة أو ماذا هذه ممارسة وصولك إلى المخرجات الإنتاج من اللاشيك يعني بدون سقالات بدون سكافولدين مثاله أن تأتي بصورة يأتي كل طالب بصورة عائلته ونقول له حدثنا عن من ترى فهو سيقول مثلا أختي كبيرة وأختي صغيرة وإلى أخله وأخي كبير والأخي الصغير فهنا أنتج اللغة في ضوء ما تعلمه فإذن هو هنا مرة في هذا المنهج ما بين المذخلات والعمليات والمخرجات وذكرت مثالا على كل مرحلة وليس بالضرورة أن نكتفي بواحدة وإنما هذا من باب التمثيل إذن المنهج الأول المنهج التقدم الذي يقوم على المذخلات والعمليات والمخرجات المخرج المنهج الثاني المنهج المعكوس أو المقلوب وهو يقدم المخرجات أولا ثم العمليات ثم المذخلات وفي الحقيقة هناك شيء أريد أن أقول لكم وهذا ليس قريبا هذا ممارس ومنجود أريد أن أقول لكم شيئا عن شيء أريدكم أن تطلعوا عليه ولعله يساعد حقيقة في البدء بالمخرجات وحتى يعني إن الأهداف تمكن أن نسك الأسئلة للنهاية حتى لا نقطع الحديث فسجفلوا ما لديكم من تساؤلات أريد أن أربط هذا بما نسميه بـ can do statement أنا أريدكم أن تطلعوا على شيء اسمه can do statement باللغة العربية هذه تعني ما يستطيع دارس اللغة القيام به ووضعته هناك قائمتان مشهورتان متداولتان باللغة الإنجليزية وأعمل على إخراج كتاب باللغة العربية وقد حصلت على إذن أكفل بوضعها باللغة العربية قريبا إن شاء الله وفي كتاب تعليمي بمعنى أن مثال ذلك أن يقدم نفسه أيضا هي أدوات أو مؤشرات حقيقة تسمى مؤشرات هي مؤشرات يستطيع الشخص المتعلم والمعلم والأب ومدير البرنامج أن يعرف فيما إذا الصالب أصبح قادرا على المهمة القيام بالمهمة أولى مثالها في المستوى المبتدئ مثلا أن يقدم نفسه أن يقدم غيره أن يتحدث عن برنامجه اليومي أن يحجز موعدا في مطعم أن يعدل موعدا عند صبيب أن إلى آخره فهذه مخرجات أنا أستطيع أن أبدأ منها ثم بعد ذلك لنرى ما الذي لديه ما في شخص خالي الزغن خاصة إذا تجاوزنا مرحلة المستوى الصفري في هذا المنهج يمكن تطبيقه بعد ذلك ثم ننتقل إلى العمليات ثم إلى المدخلات أما النوع الثالث فهو المنهج الوسطي الذي يزمج بين الأمرين فنبدأ بالعمليات ثم نبادل ونراوح ما بين المدخلات والمخرجات ولعل السؤال الكبير والمهم الذي قد ينقضح لدى كثير من الأشخاص السامعين لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا؟ سمعتم بشيء اسمه Learning Style أتليب التعلم وسمعتم بشيء اسمه نظرية Gardner ونظرية الذكاءات المتعددة هذه النظرية وتلك الأسالين تثبت لنا أننا مختلفون أننا مختلفون ولا نتعلم بالطريقة نفسها فمنا من هو بصري ومنا من هو سمعي ومنا من هو حركي ومنا ما يتعلم بالبصر ومنا ما يتعلم باللمس ومنا ما يتعلم باللغة ومنا 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 وبالتالي وكذلك كيف نكتسب اللغة نعم نحن نمتلك كما يقول تيوميسكي جهاز اكتساب لغة ولكن الحيثية التي تجري في هذه الأشياء قد تختلف من شخص إلى آخر فنحن لا نريد أن نقدم شيئا واحدا نلبي من خلاله حاجات مجموعة من الدارسين ولذلك أنا أؤمن دائما بمحاولة التعرف في الأسبوع الأول من طلبة على أسليب التعلم على ذكاءاتهم المختلفة وثمت وسائل كثيرة إذا كتبت على الإنترنت ستجد هناك مجموعة من النماذج مجموعة من الأسليب التي يمكن أن تتعرف بها بشكل مباشر أو بغير مباشر وبالتالي يمكن التعامل مع هذا أو يمكن مساعدة هؤلاء في المصول فإذا المنهج كان يسير وفق مخطط معين عليك أن تأتي وهذا مما سأقوله ما هو دوري في التعامل مع المنهج إذا لم أرضى عنه تماما الرضا وسنتحدث عن الخطوات فبالتالي نحن نريد أن نساعد هدفنا كمعلمين حقيقة مهمة المعلمين من أعقد السلوكات أو الأعمال التي يقوم بها الإنسان لأنه يجب لأنه يقوم على عمل بيني أو تخصص بيني وتخصص بيني يعني أن علم تعليم العربية للناطقين بغيرها الذي يظنه كثير من الأشخاص مجرد أن يتحدث اللغة في اليدخل إلى الصف وانتهى الأمر أبدا أبدا أنت بحاجة إلى مجموعة من العلوم أنت بحاجة إلى علوم التربية وعلوم اللغة وعلوم الاجتماع وعلوم النفس وترائق التدريس وإدارات الصف وإلى الظهور عالمية وكثير أنت يجب عليك أن تلم بكثير أنا أنصحك بالاطلاع إذا أردت أن تعرف أين منزلتك في هذا المكان وهل يعني هل تريد أن تكون مجرد رقم أو إنسان مؤثر كما هو حال المؤثرين في عالم السوشال ميديا في عالم تعليم العربية اذهب إلى خصائص المعلمين في مجال تعليم اللغات الأجنبية اقرأ ما هي خصائص المعلمين في الإطار الأوروبي اقرأ ما هي خصائص المعلمين في أكفل اقرأ إلى خصائص المعلمين في المعايير الأسترالية والكندية وغيرها سوف تفاجأ بحجم المعرفة التي يجب أن تطلع بها التي يجب أن تعرفها التي يجب أن تتمكن منها بشكل عام طيب نذهب الآن إلى خطوات بناء المنهج تخيلوا معي بعد أن استعرضنا الإطار العام دعوني نذهب إلى الخطوات لو أردنا أن نبني أنا وأنتم الآن لو كلفنا كلفتنا إحدى الجهات بأن نضع منهجا في تعليم العربية للناطقين بغيرها فماذا نريد أن نفعل فأولا نريد أن نحدد الأهداف والغايات نريد أن نقرر ما هو المحتوى وما هو التنظيم وما هو التقويم هذه الخطوات الرئيسية التي لها أشياء ملموسة طيب يلا نذهب إلى التفاصيل التي تحدثنا عنها أولا ما هي رؤيتنا ما هي فلسفتنا هل نريد أن نقدمها في ضوء يعني على الأقل على الأقل الآن يجب أن تقول إما أن تقدم كتابا عاما دون أي رؤية دون أي فلسفة كما هو حال كثير من الكتب في الماضي قبل ظهور الإطار العالمية ما كان هناك رؤية واضحة هناك تجربة هناك خبرة هناك يعني معايير بسيطة غير مقننة بشكل عام وتجاوزا نطلق عليها معايير وبالتالي الآن يعني أنا ألح وأؤكد على أنه لا بد أن ننطلق من رؤية واضحة وهي ما المذهب الذي تريده هل تريده وفق الوضائف أم المهام أم التواصل أم القواعد أم المهارات أم ماذا وبالإضافة إلى ذلك ماذا تقول الأثر العالمية في ذلك طبعا تعرفون أن الإطار الأوروبي يقوم على فلسفة واضحة في الكفاية التواصلية لكن بالنسبة لأكسل هم لا يؤمنون بوجود مظرية معينة وإنما تركوا المجال مفتوحا ولكن في نهاية المطاب ثمثة حقيقة معايير فعندهم شيء اسمه معايير الجاهزية وقد أعادوا النظر حقيقة في المعايير قبل أسبوعين ثلاثة وربطوها بمجموعة من المعايير الأخرى مجموعة الواصفات وكان دو ستيتمينت ومعايير الجاهزية أيضا فهذه في مجموعها تعطينا تصورا واضحا عن الرؤية وكيفية تخصيط المستويات في الضوء الأطر التي تحدثنا عنها بعد ذلك لا بد أن ندرس الحاجات طبعا الفكرة هنا يوجد إشكال يوجد تحدي يعني ما معنى هذا هل يجب أن نؤلف كتاب بعد أن يأتي الطلاب لا ليس الأمر كذلك الأمر يحتاج إلى وقت طويل يحتاج إلى نفس طويل لكن لا بد من أن يقوم من يريد أن يخوض معترك التأليف تحليل الحاجات ويقوم ذلك عبر توفير كتب مختلفة أنا أقوم بوصي مؤسسة أو مدرس باختيار ما يناسل لذلك مثلا هناك سلاسل أو كتب تعليم العربية لأغراض تواصلية الآن هناك أغراض أو كتب لأغراض دينية هناك كتب لأغراض اقتصادية هناك كتب لأغراض طبية هناك أغراض سياحية هناك لأغراض قرآنية صرفة هناك كتب لأغراض ماذا أيضا أكاديمية فنحن ما زلنا بحاجة إلى عدد كبير من هذه الثلاثة والكتب ما هو موجود حقيقة اسمحوا علي أن أقول على الرغم من زيادته في السنوات الأخيرة ما زال لا يلبي ما زال لا يلبي حاجات من يرغبون ومن يقبلون على تعلم العربية يعني أضرب لكم مثال شيء مؤسس حقيقة مؤسس بكل معنى الكلمة فين تنهب إلى مكتبة ولكم أن تفعلوا ذلك مكتبة من مكتبات الجامعات الكبرى في بلادكم اذهبوا إلى قسم تعليم العربية للناطقين بغيره وقسم تعليم الإنجليزية لغير الناطقين بغيره في زيارة للجامعة بجانبي هنا كتب اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها هناك أكثر من خمسين رفا من الكتب والمناهج كتب تعليم العربية للمناطقين بغيرها لم تزد عن عشرة إذا ذهبت وكتبت على الشابكة تعليم العربية لأغراض طبية سوف ترى عددا متواضعا من الأماكن إذا كتبتها باللغة الإنجليزية ستجد أكثر من مليون شيء مهجل عندما تقوم بمقارنة البحث مثلا عن بعض الأمور باللغة العربية وباللغة الإنجليزية لذلك نحن نقول ما زلنا بحاجة إلى تحليل مزيد من الحاجات لماذا يدرس اللغاء هؤلاء لماذا كيف نريد أن نقدم اللغة اللغة جسر التواصل الحضاري الإنساني نحن بحاجة إلى تقديم هذه اللغة لأسباب كثيرة حقيقة فيجب أن نقدمها لأغراض مختلفة أغراض أكاديمية دبلوماسية تواصلية تجارية صحفية اقتصادية تجارية إلى أسرية أيضا شيء مؤسف أن أقول أنني لم أرى حتى الآن سلسلة حقيقة يوجد فيها مصفوفة مدى وتتابع بشكل يعني يرضي الضمير اذهبوا إلى كتب ثلاثة تعليم اللغة الإنجليزية فكانت تكون هذه الظاهرة غير موجودة طبعا ما معنى هذه باللغة الإنجليزية لمن لديه الطلاع هذه اسمها scope and sequence يعني يعني خطة تفصيلية على مستوى يعني خطة أفقية وعمودية بمعنى الوحدات ما هي موضوعاتها ما هي مفرداتها ما هي مهاراتها ماذا سيكون في الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة ما هو موضوع القواعد ما هو موضوع الصرف ما هو موضوع الثقافة مصفوفة حتى لو المعلم ذهب إلى المصفوفة بدون كتاب يستطيع أن يعلم نحن أفضل ما نجده في مناهجنا فهرس الوحدة الأولى لا يتجاوز صفحة واحدة الوحدة الأولى أسرتي الوحدة الثانية سكني الوحدة الثالثة جامعتي لا أسرتي ما هي الوظيفة ما هي الأصوات المهمة ما هي المفردات المهمة ما القواعد المناسب لها ما الطرف المناسب لها ما أسليب اللغة في الاستماع المناسب لها وهكذا دوالي في مصفوفة المدى والتتابع هذه الظاهرة غير الموجودة المفردات المفردات وما أدراك ما المفردات كم عدد المفردات التي يجب أن نقدمها في كل مستوى من مستويات الكفاءة بحسب أكسل أو الإطار الأوروبي حقيقة من اصطلع على المناهج سوف يجد شيئا عجيبا بعض التجارب التي اصطلعت عليها جاءتني طالبة مرة تشكو أن أستاذ أعطتها في درس واحد خمسة وسبعين كلمة الله أكبر خمسة وسبعين كلمة في ساعة واحدة هل قدرة الإنسان حقيقة ما معنى مفردة في اللغة العربية أصلا عندنا مشكلة مع كلمة مفردة باللغة العربية اللغة العربية لغة جذرية لغة اشتقاقية ليست مثل اللغة الإنجليزية يعني أنت عندك كلمة درسة ويدرس ودارس ومدرسة ومدرس باللغة الإنجليزية ليرنر وتيتشر وسكول وبوك ومش عارف إيه كلمات مختلفة طب هل هي باللغة العربية كلمة واحدة أو كلمات عندما سألت بعض المدرسين قالوا كلمة واحدة طيب نظرا للألفة ومثلها كلمة كتب ومكتب ومكتب وكتاب لكن ماذا لو قلنا كلمة قطعة وقطعة وتقاطعة وتقاطع ومقاطعة وإقصاعية نفس الفكرة ما هي نفس مدفعنا مع درسة ولكن مع كلمة قطعة لكنها قليلة الشيوع وليست من الكلمات الوظيفية اليومية الشائعة أو المشهورة قالوا لا هذه كلمات مختلفة يا سلام كيف راح نعد كيف سنعد الكلمات الجديدة في المنهج إذن أنت بحاجة إلى أن تكون صاحب رؤية هل أيضا إذا درست كلمة إذا الطلاب درسوا كلمة ذاكرة ثم جاءت في الوحدة التالية كلمة ذاكرة يعني كلمة جديدة من جذر سابق هل ستعتبر هذه كلمة جديدة تماما أو كلمة مختلفة أو منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزين فهناك أشئلة كثيرة تلعب دورا في تحديد حجم المفردات لكن باقتصار هناك غياب لعدد مفردات يعني لكتاب اسمه المفردات والتراكيب حقيقة شيء عجيب ما وجدته في الفروقات بين اللغات بين الكتب في عدد المفردات أصلا حتى هناك تلاف بين عدد المفردات في الكتاب الواحد أو في المستوى الواحد لكتاب كيف ننقل المتعلمين من المستوى المبتدئ إلى المتميز علشت هذه المسألة بالتفصيل لعلكم تعودون إليها لكن باختصار أنا أؤمن أن بناء على الصلاع على الدراسات النظرية والعملية وممارسة أكثر من عقدين من الزمن في مؤسسة يدرسيها أكثر من ألف طالب سنويا أقول أن عدد الكلمات المناسب ما بين خمسة إلى عشرة للساعة التدريسية الواحدة التراكيب حقيقة عندنا فوضى عارمة في التراكيب ما هي مصفوفة المدى والتتابع في التراكيب تنظر في كتاب المستوى الأول تجد الخبر جملة إسمية مثل شو معنى هذا الخبر جملة إسمية يعني مثلا التفاحة رائحتها جميلة البنت شعرها طويل الجو هواءه بارد بالله عليكم أنتم السامعين بالله تأملوا قليلا هذا مستوى مبتدئ كتب مستوى مبتدئ تأملوا بالله معي قليلا آخر مرة استخدمتم هذا التركيب وأنتم أبناء اللغة ومنكم من هو طالب جامعي وباحث ودكتور وطبيب ومهندس ووائل آخره متى آخر مرة أنتجت جملة على شاكلة التفاحة رائحتها حلوة أنا لا أقول أنني لا أريد أن أدرس هذا التركيب لكن ليس في المستوى المبتدئ بياجين تحدث عن العلاقة بين 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 المفاهيم وبين وقت التعلم في أشياء لو قدمتها لن يتعلمها الأشخاص هو بحاجة أن يعرف أولاً للمفرد وربما يعني بعض الأشياء الأكثر تعقيداً ثم نصل إلى معنى ذلك نحن بحاجة إلى تصور كيف نوزع الموضوعات النحوية على المستويات في دراسة لي أيضاً حول هذا الموضوع لمستوى واحد وجدت الفروقات تصل إلى خمسمائة بالمئة خمسمائة بالمئة يعني يعني وجدت كتاب فيه حوالي ثلاثة عشر موضوعاً وذلك كان فيه أكثر من خمسين موضوعاً ما الذي يجعل هذا الكتاب فيه خمسين وذلك فيه عشر وقليلاً هذه فوضى نحن بحاجة إلى مرجعية وتأتي هذه المحاضرة من هذا السياق كيف تظهر المهارات في الكتاب هل تعلمون على الرغم من أننا دخلنا القرن الحادي والعشرين وندعو إلى توظيف مهارات القرن الحادي والعشرين وأن هناك سلاسل في تعليم العربية لا يوجد فيها استماع وإذا وجد لا يزيد عن عشر بالمئة وإبن خلدون يقول السمع أبو الملكات وهل تعلمون أن هناك نصف آخر من الكتب والسلاسل يضعون نصوصاً للاستماع في آخر الكتاب فالطالب بعد أول استماع يعرف أن النصوص موجودة ثم يعود إليها ثم تفقد مهارة الاستماع مكانتها ومنزلتها على الإطلاق ما هي الموضوعات؟ كيف نوزع الموضوعات؟ هل كل موضوع يصلح لكل مستوى؟ لا طبعاً لذلك نحن قلنا أهمية أكفل وهمية الإطار الأوروبي حددا لنا الموضوعات والمجالات وهناك علاقة بين كل مستوى والمستوى الذي يليه وليس الذي أعلى منه هنا لم يحدث تعلم يعني أنا كنت في زيارة لأحد الصفوف ودخلت الأستاذة ووجدت بنتاً تبكي قالت لها ما يبكيكي فقارت لها بالإنجليزية حصل معي موقف غير لطيف حاول أحد الأشخاص التحرش به يلا نحول الدرس إلى هل التحرش لمستوى مبتدئ؟ لا يمكن لا الموضوع ولا المفردات ولا التراكيب ولا كل شيء يناسب ألخص لكم ما أجادت به أكفل وقد أبدعت في هذا أن المستوى المبتدئ يجب أن تدور موضوعاته حول ذات الطالب باختصار وعودوا إلى محاضرتي عن أكفل وللدكتور أيضاً محمد محاضرة حولها في اليوتيوب وللدكتور إسلام كذلك واحدة أكفل قالت المستوى المبتدئ الذات هو موضوع المبتدئ والمحيط هو موضوعات المتوسط والمجتمع هو موضوعات المتقدم والعالم هو موضوعات المتميز إذا انطلقت من هذه الرؤية سوف تنجح وبالتالي هناك فوضى في الموضوعات التي تدرس في المستويات وعدم تقدم الدارسين قد يكون لعدم مناسبة ليس الموضوعات الموضوع مرتبط هو مدخلات أن المدخلات كانت غير مناسبة كيف تريد أن تقدم هذه المدخلات وفق نظرية السنوكية التي تقوم على المثير والاستجابة التي تقول أنا أدرس ثم تقول له يلا تعلم هي شو بتصير تدرس هو أنت تدرس هما يدرسان هم يدرسون أو أن تقول له لا وفق الطريقة المعرسية لأن الإنسان قادر على قولبة هذه الأمور فتقول له شوف عندنا الفعل درس وعندنا الضمائر هو وهي وأنت وأنا ونحن وهم وهنا إذا كانت هو يجب أن تكون بالياء وإذا كانت هو بالياء وهي بالتاء وهما بالياء والنون وهم بالياء والأون ثم بعد ذلك هو يجب أن يقوم بذلك هل يستطيع؟ نعم يستطيع بذلك هذا منوط بك يا صاحب المنهج يا واضعه وأيضا من يتعامل معه أو أن تريد أن تقدم الإثنين مثلا فلذلك يجب أن تحدد موقفك من نظريات الاكتساب بناء على ممارساتك على تجربتك هل ترى أن السنوكية تلبي طموحاتك أكثر أم المعرفية أم النظريات الأخرى أساليب التعلم قلنا بأن هناك أربعة أنواع كبرى في أساليب التعلم هل تريد أن تضمنها أم أن تجعل 70% من التدريبات لغوية كما هو الحال الموجود لنا بحث نشر مؤخرا في كتاب اسمه نظرية الذكاءات المتعددة تحت عنوان نظرية الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم نظرية وتطبيق أمثلة واضحة مباشرة في 50 صفحة فلذلك لا نستطيع أن نتحدث أكثر من ذلك فيما بقي من ربع ساعة كما قلت أهدف في الحقيقة من هذا اللقاء إلى مخاطبة الباحثين ووضع المناهج والمعلمين المهتمين بتوسيع آفاقهم وتحريك المياه الراقبة فكل موضوع حقيقة كل شريحة من هذه الشرائح قد تحتاج إلى محاضرة إلى لقاء من أجل المناقشات ومن أجل الذهاب بعيدا في هذا الموضوع طريقة المعالجة كيف تريد أن تقدمها؟ هل تريد أن تقدمها بثقلات بدون ثقلات؟ هل تريد أن تقدمها بطريقة العرض ثم الممارسة ثم الإنتاج؟ هل تريد أن تقدمها أحيانا تغير بحيث تقدم مرات العمليات؟ أولا ثم يجب أن تقرر هذه المسألة كم أنواع التدريبات والأنشطة؟ إلى أي حد تريد أن تدمج هؤلاء بالمجتمع؟ إلى أي حد تريد أن تبين دور المعلم ودور المتعلم؟ هذه من الأدوار المهمة دور المعلم ودور المتعلم على الرغم من أنها ستأتي لكنها مرتبطة بالتدريبات والأنشطة هل تريد أن تعتمد على نظام؟ أنا تعجبني السلاسل وقد اعتمدتها في إحدى كتب الاستبانات لا أقدم المعلومات أو كل درس يبدأ باستبانة درسنا عن الطعام؟ اذهب عنده خمس أسئلة اذهب واسأل ما وجباتك الرئيسية الكبرى؟ ماذا تتناول فيها؟ ما الطعام المفضل في نهايات الأسبوع؟ ما الأشياء التي تحبونها؟ لا تحبونها؟ كيف تختلف ثقافة الطعام في بيت جدك أو جدتك لوالدتك جدتك لأبيك؟ ثم يأتي الطالب ويعطيني هذه الأشياء كذلك الحال بالنسبة للملابس كذلك بالنسبة للعادات والتقاليد بالنسبة لكل شيء حتى للبطالة حتى للتصحر حتى للفقر كل شيء ننطلق من استبانة إذن أنت يجب أن تكون صاحب رؤية كيف تنطلق من أو في تدريب أو في تقديم هذه الأشياء؟ كيف تريد أن تقيم؟ نادرا ما نجد أساليب لاحظ كتب اللغة الإنجليزية تجد أن في كل نهاية وحدة في الحقيقة تجد مثل اختبار مثل تقييم ذاتي نادرا ما نجد هذا في مناهجنا العربية لماذا لا يجب التقييم ذاتي يقوم المتعلم بتقييم نفسه؟ لذلك أنا دائما أسأل في نهاية كل درس في نهاية كل وحدة هناك ثمة أساليب متنوعة للغلق أو للإغلاق واحدة منها أذكروا لي ماذا تعلمتم نعم بهذا الشكل نوعوا تعرفون هناك استراتيجية اسمها KWL ماذا تعرف؟ ماذا تريد أن تعرف؟ ماذا عرفت؟ في نهاية الدرس نعم اسألهم ماذا عرفت؟ عرفنا مثلا الإسناد الفعل إلى الضمائر تعلمنا كيف نسنده إلى هو وهي ونحن وأنت نعم درسنا الأفعال التالية على سبيل المثال إذا كان درس قواعد خطوات بناء الكتاب تقوم على أولا باختصار خليني أربطها لكم بشكل رسومي حتى تبقى عالقة في أذهانكم أولا أنتم بحاجة إلى الرؤية ثانيا إلى الأطر ثالثا تحليل الحاجات رابعا التخطيط خامسا مصفوفة المدى والتتابع ثالثا المفردات المستهدفة ثالثا التركيب اللغوية ثابعا الموضوعات والنصوص ثامنا نظريات اكتساب اللغة أساليب التعلم طريقة المعالجة الأنفطة والتدريبات طريقة العرض وأخيرا أساليب التقويم أو التقييم هذه الشريحة تحاول أن تبين لنا تعكس لنا ما هي الأشياء التي يجب أن نفكر فيها وهذا يعني وهذا يعني جوابا على السؤال الأول ما هو الكتاب الجيد هو الكتاب الذي نرى فيه هذه الأشياء واضحة هذا يعني أنك يجب أن تعرف أنت قبل ذلك ما معنى مصفوفة المدى والتتابع لكي تحكم على الكتاب هل يمتلك مصفوفة مدى والتتابع يجب أن تعرف النظرية النصية أنواع النصوص يعني إذا كنت تتحدث في المستوى المتقدم مثلا أننا يجب أن يتعلم الطالب وظائف الوصف والسرد وإعطاء التعليمات هذا يعني أن النصوص يجب أن تكون سردية وصفية إخبارية إذن ما بينفع أن يكون عندي نوع واحد من أنواع النصوص في الكتاب وأنا أستهدف وظائف مختلفة كل شيء متشابت لا يمكن فصل شيء عن شيء آخر ولذلك دائما نقول يجب أن نكون أصحاب رؤية في كيفية التعامل مع كل هذه الجوانب بشكل عام اجتماعي المنهج الجيد باختصار طريقة أخرى للمقاربة أولا يستند إلى أساس فلسفي يلبي حاجات الدارسين يجذب الدارسين معظمهم يلبي حاجات المعلمين يحدد مستويات الدخول والخروج للكفاءة يحدد الفترة الزمنية المطلوبة وأخيرا وليس آخرا فيه تنوع للمصوص كيف نحدد ونختار النظر في الأرضية والسقف في الكتاب؟ هل هما واضحان أم لا؟ هل الفلسفة والإطار المرجعي واضح؟ أولا؟ هل كانت الأسس اللغوية والتربوية والنفسية واضحة؟ على سبيل المثال هل رعية في الكتاب فكرة الاكتساب الصغار في مقابل الكبار؟ هل نتائج اللسانيات التطبيقية والتقابل اللغوية وتحليل أخصاء تنعكس فيه؟ هل مصفوفة المدى والتتابع موجودة؟ هل تعلمون أن على الرغم من وجود عشرات المناهج مصفوفة المدى والتتابع المنشورة على برطاطتها في بعض الأحيان لا تزيد عن خمسة؟ لم أطلع على الرغم من حرصي الشديد على البحث عنها لم أجد أكثر من خمسة؟ المقرؤية يعني مناسبة النصوص للمستوى ما هو دور المعلم والمتعلم؟ أنا أؤمن بأن التدريبات أو الكتاب يجب أن تعزز دور المعلم بوصله مدرباً والمتعلم بوصله منتجاً بمعنى أن وقت المتعلم يجب أن يحظى بـ 70% في حين أن وقت المعلم يجب أن لا يزيد في أي صف دراسي عن 30% في أسوأ الأحوال هل البنائية ظاهرة؟ ما أقصد ما معنى البنائية والتدوير؟ هل الموضوع النحوي كما ذكرت سابقاً سمى تدويره؟ هل جاء بشكل حلزوني؟ هل ذكر وكرر؟ هل المفردة وردت في الوحدة الأولى ثم خلاص نسيناها؟ يجب أن نقوم بتدوير مفردات بشكل حلزوني بحيث نعطي المتعلم فرصة الاكتساب تعرفون في أبحاث اللغة الثانية يقولون بأن المتعلم حتى يتعلم المفردة أو التركيب أو المهارة أو يحول المعرفة إلى مهارة يحتاج من 6 إلى 13 مرة من التعريب أو التعرض وهنا يأتي تأتي خبرة صاحب المنهج والمعلم في كيفية تدوير هذه الكلمة أو التركيب أو الفكرة من أجل أن يكتسبها الطالب لذلك أحيانا نحن الأنوم الدارسين لماذا لا يعرفون الكلمات ولم نعطهم بعد الوقت المناسب لذلك هل هناك أيدولوجية في المنهج؟ أسئلة وأسس ومبادئ اختيار المفردات والتراكين؟ هل الثقافة العربية حاضرة؟ هل على الساعات واضحة؟ هل الوظائف واضحة؟ هل المستويات محددة؟ هل التكنولوجيا ظاهرة؟ يعني بعد كورونا كانت التكنولوجيا من باب السرف لكن أعتقد أنها الآن أصبحت من باب الحاجة يعني في رأيي الآن إذا أردت أن تحكم على جودة المؤسسات التعليمية انظر هل تتوفر لها منصة تعليمية أو لا؟ منصة تعليمية بمعنى الأماس مثل بلاكبورد، مثل كنفس، مثل مودل، مثل هذه المنصات المتعددة حقيقة الآن من غير المقبول الآن أصبحت حياتنا كلها تقوم على الهاتف الطالب في السيارة وفي التكسي وفي كل مكان يضع الهاتف في يده تقريباً كل الوقت فأنا أريد أن أستثمر كيف ممكن أن يدرس الكلمات ويجيب ويستمع ويقرأ ويفعل ويتفاعل عبر التكنولوجيا فالتكنولوجيا لم تعد طرفاً بل أصبحت ضرورةً اللغة الوسيطة هل تريد أن تقدمها؟ ويجب أن يكون لك سلسفة رؤية إذا أردت أن تقول أنا لست ضد ولا مع لكن أنا أقول يجب أن تكون صاحب رؤية في الاثنتين إذا كنت تقدمها قدمها برؤية وإذا كنت لا تريدها أتركها لرؤية التصميم والإخراج يعني كتبنا إجمالاً ضعيفة بهذا الشأن وهذا مرتبط بدور النشر والتحديات النشر والقدرة الشرائية يعني العمل المؤسسي وكثير من الأمور التقييم والتقويم بالنسبة لموضوع التقييم والتقويم سوف أشارك معكم حقيقة لأستاذنا الجليل مرة الثانية الدكتور رجدي صعيمة وثيقة حقيقة أسماها أداة موضوعية لتقويم كتب تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرها فيها عدد كبير جداً من المؤشرات وهذه تحتاج إلى لقاء خاص بها إذا أردنا أن نستعرضها ولكن هي تتكون من أظن سبعة معايير ولكل معيار مجموعة من المؤشرات وأنا سوف أستعرض معكم المعايير وليس المؤشرات وهذه الأداة منشورة موجودة على الشابكة والمؤشر الأول أسس إعداد الكتاب يعني يمكنك أن تحكم على الكتاب وفق هذه الوثيقة من الأسس التي أعد في ضوئها من المحتوى ومن المهارات وطريقة التدريس والتدريب والتقويم والمواد المصاحبة وإخراج الكتاب وأخيراً الانطباع العام وكما قلت ثمت هذه معايير وثمت مؤشرات لها يمكنكم الاطلاع عليها لمن أراد أن يدخل بشكل أعمق في هذا الموضوع وفي نهاية المطاف قد نسأل من يعد الكتاب أو السلسلة فلا شك أن هذه ليست من مهام المعلم ولكن من مهام المعلم أن يتعامل مع الكتاب بصورة مختلفة سنحددها بعد قليل ولكن هناك اتجاهات حقيقة في موضوع هنا هذه أحن أمام ثلاثة خيارات في موضوع المنهج إما أن نعتمد على المنهج كلية وهذا السلبي وإما أننا نترك الكتاب تماماً وهذا أيضاً فيه سلبية لأنه لا يوجد بناء وليس من السهولة بمكان أن نجد شخصاً متمرساً يمتلك كل هذه الأمور التي تحدثنا عنها ولذلك والاتجاه الثالث اختيار كتاب والتعامل معه بصورة أو بأخرى ولذلك نحن ندعو إلى أن نعتمد الكتاب مع هذه المهام أن تقوم بحذف وإضافة وتعديل وإعادة تنظيم ما تراه مناسباً ومعالجة ما تم إغفاله من أنشطة للمفردات والتراكيب وكذا وذلك عبر تعديل المهمات أو توسيعها أو تضييقها أو إضافتها أو ما تراه مناسباً فهذا أفضل بكثير يعني على الأقل الكتاب فيه نوع من التنظيم نوع من التركيب فقد لا يكون كاملاً لكنك أسهل عليك أن تقوم بهذا الأمر من أن تبدأ من الصفر وأن تأخذ بعين الاعتبار كل الأشياء التي تحدثنا عنها من قبل وفي الحقيقة أود أن أتوقف هنا لكي أترك المجال للأسئلة والتساؤلات وأظن أنني قد أثرت فيكم يعني كثيراً من التساؤلات والأسئلة وأريد أن أترك المجال لكم من أجل الأخذ والرد على هذه الأفكار متمنياً كما قلت في البداية أن أكون قد حركت المياه الراكدة على الأقل وقد أثرت لديكم الفضول في الإطلاع على الأسس والمبادئ والأفكار المرتبطة بوضع مناهج التعليم العربية للناطقين بغيرها وشكراً جزيلاً لحسن استماعكم وأترك المجال الآن للدكتورة أميرة لكي تدير الأسئلة والأجولات بارك الله فيكم فيض شكرنا وتقديرنا بسعادة الأستاذ الدكتور خالد حسين أبو عمشة على هذا العرض الوافي والتقديم الكافي والمعلومات السرة لمحاضرة القيم حقيقة كل محور فيها يصلح لأن يكون محاضرة مستقلة بذاتها ولكن حاول مشكوراً أن يضغط تلك المعلومات ويقدمها لنا مركزة فجزاه الله عننا وعن شدات العربية خير الجزاء وأفضل الآن نشرع باب المداخلات والاستفسارات للحضور الكرام ستتولى الأستاذ صفاء تقنياً يعني صفاء محمد علي لكي تسمح للأساتذة الحضور والاستاذاء بإبداء ملاحظات مستفساراته ومعدها سيتكرم ضيفنا الكريم بالرد عليها تفضل الأستاذ صفاء كل الشكر والأخبير لكم سعادة الدكتورة أميرة سنبس على هذه الإدارة شكراً جزيلاً لك بارك الله بجهودكم نعم أعزائي الحضور وصلنا معكم إلى فقرة المداخلات يرجى التفضل برفع أداة اليد لإعطاءكم صلاحية فتح الماء في طرح مداخل من لديه سؤال أو استفسار يتكرم برفع الكف لكي نفتح له المايكروفون أو اللاقط ويقدم سؤاله أو استفساره أستاذ أشواق تفضلي بإمكانك فتح المايك أستاذ أشواق لما إعطاءك الصلاحية فتح أداة المايك التي لديك على الشاشة الحين استقبال المداخل الأولى في الشاتين أو المحادثة أسأل أحدهم ما اسم كتاب جاك ريتشار دكتور المترجم إلى اللغة العربية اسمه تطوير مناهج اللغة تطوير مناهج اللغة لجاك ريتشار والكتاب مترجم أظن في جامعة الملكة شعود والكتاب موجود على الشابكة موجود نسخة BDF على الشابكة متوفر كتاب لطيف وكتاب أنصح بالاطلاع عليه لمن يهتم بهذا الجانب لكن ما خير جزاكم الله خيرا نعم تفضل الدكتورة ويداد بإمكانك فتح المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفضل عليكم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذا التنظيم وجزا الله خيرا وبارك الله في الأستاذ الدكتور خالد على ما تفضل به وأجاد وطاف بنا بمجموعة واسعة من الأمور التي كما تفضل من خلال الشرائح كل شريحة بحد ذاتها تحتاج إلى محاضرة كاملة وتفصيل لنستفيد أكثر من خبراته حقيقة أنا أتفق مع الأستاذ الفاضل فيما ذهب إليه من أن المعلم والذي أيضا سيقوم على تأليف أو إعداد منهج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من أن يكون ملما بعدد من المجالات ومن المهارات التي تمكنه من أداء ما هو بصدده بطريقة جيدة وبأسلوب مباشر وسلس يسهل استيعابه من قبل المتعلمين إحدى الشراء الحقيقة ذكر فيها أن هناك حاجات للمعلم أنا لا أحفظ رغم الشريحة مع الأسف لكن في إعداد المنهج هناك حاجات للمعلم فأرجو إذا تكرم الأستاذ أن يذكر ماذا قصد بهذه العبارة وحقيقة لدي أيضا ملاحظتين في من هو بصدده أي عبارة مرة ثانية؟ أي عبارة مرة ثانية؟ حاجات المعلم حاجات المعلم أنا ظننت أنها ستكون حاجات المتعلم لكن حضرتك ذكرت بأنها حاجات المعلم على أن تلبي أو يلبي المنهج حاجات المعلم فهل المقصود حاجاته أهدافه يعني أن تلبي أهدافه نعم نعم مما طرحه في هذا الكتاب أمران آخران أود أن أشير إليهما في البداية الأمر الأول يتعلق في الموضوعات التي يتم طرحها في المنهج لا بد أن تكون في تصوري يعني أن تكون من من الأصالة بمكان بحيث تنم عن يعني عن أصالة مجتمعاتنا العربية عن قيمنا بغض النظر كانت في أي مجال لكن على المؤلف أو المعد لهذا المنهج أن يتناول قيمنا الأصيلة بحيث تطرح بطريقة واضحة وأصيلة للمتعلم هذا أمر الأمر الآخر متعلق بالمفردات المستخدمة بالألفاظ أحيانا يكون المعد للمنهج يستخدم ألفاظ هي في الحقيقة تصعب على أبنائنا العرب الذين أصولهم عربية ويعيشون في بلداننا العربية لكن مع ذلك هذه المفردات لا يستخدمونها فلذلك يصعب عليهم تعلمها وبالتالي استخداماتها فحب ذا لو أن القائم بأمر إعداد منهج للمتعلمين للغة العربية للناطقين بغيرها أن يقوم باستخدام مفردات فعلا من عصرنا يعني ليست من فصيح اللغة من عمق فصاحتها لأن هذا مما يصعب على أبنائنا فكيف بمن هو جديد على مجتمعاتنا أو على لغتنا وفي النهاية لكم جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيكم والمعدرة إن كنت أطلت عليكم فأنا أشعر بتعب قليلا لكن ما أردت أن أفوت فرصة التحدث إليكم وأطرح ما لدي من أسئلة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم عندي سؤال لأستاذ صفاء ودكتورة أميرة هل نجيب عن سؤال سؤال أو أجبع لا أدري هل يا أستاذ صفاء هناك مداخلات كثيرة أم يعني نجيب عن كل مداخلة في حينها نعم هي تقريبا ست مداخلات ممكن دكتور حضرتك تجيب عن التساؤل الذي قدمته فرصة نعم طيب شكرا جزيلا لدكتورة وداد على هذه التساؤلات الثلاثة وفيما يتعلق بالموضوع الأول حاجات المعلم نعم يعني هو تعبير موجود يعني حاجة التنظيم حاجة الترتيب حاجة المعرفة حتى أن من الأشياء المرتبطة بها أيضا وجود دليل معلم يجب أن يعكس حقيقة الأهداف اللغوية والتربوية والوجدانية والمعرفية أو الكفائية بشكل عام فالكتاب الجيد الذي يعكس حاجات المعلم وحاجات المتعلم فثمت في المجال حاجات مرتبطة بكل جهة من الجهتين المصطلح المشهور والمتداول هو حاجات المتعلم لكن أيضا للمعلم حاجات يعني كلما استطاع المنهج أن يوفر هذه الحاجات كان منهجا مثاليا بالنسبة للموضوعات أنها يجب أن تعكس المجتمعات والقيم الأصيلة لا شك وبالعكس يعني لم أقول أي شيء يخالف هذا بل بالعكس حين تحدثت عن المهارات والعناصر قلت بأن بعض الأشخاص يضيفون المهارة الخامسة وهي الثقافة والثقافة هي الثقافة المحلية العربية والإسلامية والتي يجب أن تنعكس وأنا أدعوه وكما قلت في فصفوفة المدى والتتابع أن يكون عندنا مصفوفة مدى والتتابع للثقافة العربية الإسلامية كيف يجب أن تقدم منذ المستوى الأول عفوا منذ المستوى الأول نعم إلى المستوى المتميز وحتى أن الفايف سيز معايير الجاهزية الأمريكية التي نعتمد عليها يوجد شيء فيها اسمه كالتر وصصية الثقافة والمجتمعات كيف يمكن أن ندمجها في اللغة لأنه لا لغة بدون ثقافة ولا ثقافة بدون لغة وبالتالي هما عنصران أساسيان ويجب أن يكون موجودين بشكل عام وفيما يتعلق بالمقردات أتفق معك تماما لذلك أشرت إلى دراسة دكتورنا المرحوم رجزي طعيمة الذي وجد أن المفردات المشتركة بين ثلاثل تعليم العربية حتى وقته كانت ثلاثين بالمئة وكانت سبعين بالمئة من المفردات من الكتب التي تستهدف نفس المستوى مختلفة وأذكر أنني كنت في أحد الصفوف ووجدته يدرس كلمة إن دفر كان يدرس الأوزان وكان يريد أن يدرس الوزن السابع فقال له إن دفر قلت له يا رجل والله أنا أدرس وأعلم وأدير برامج والله لم أستخدمها منذ خمس سنوات فما حاجة طال المستوى مفتدئ بهذه الكلمة فبالتالي لا نحتاجه قال ما وجد كلمة إلاها فماذا عن انكسر يعني كسل موظيفية يومية كذا ولذلك هي وظيفة المعلم وظيفة المنهج وظيفة كل الأشخاص متعاضدين أن يقدم ولذلك نحن بحاجة أن نراجع شيء اسمه الكلمات الشائعة أو الوظيفية في وضع المناهج شكرا لك دكتورة ويراد مرة ثانية نعم دكتورة تفضلي حساب القرآن الكريم ممكن نفتح المايك تفضل دكتور خميس تفضل دكتور دكتور خميس تفضل ممكنك شكرا لك داخلت أمسر تفضلي أمسر حساب أمسر نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أشكر للدكتور خالد حسين أبو عمشة جزاه الله خير عنه هذا التقديم الماتع الرائع الذي عهدناه دائما في محاضراته وفي كل ما يعني يتاح الله لنا أن نتقي به جزاه الله خير عنه سؤالي عن الشكوى يعني الشكوى التي تأتينا بعد انتقال طلابنا من برنامج لإعداد اللغوي إلى الكليات فمن المعروف أن بعض الطلاب يأتون إلى برامج لإعداد اللغوي وتكون لديهم يعني من بعض الجهات لدراسة مثلا دراسة اللغة العربية دراسة الكليات في العلوم الشرعية ولكن تبدأ المشكلة بعد انتقال طلابنا إلى هذه الكليات سواء كانت علمية أو أو إنسانية أو أي شيء من ضحف مستوى الطالبة من حيث الاستيعاب والتحصيل فحتى بعض الطلاب يعني يقولون يعيدون المستوى في الكلية مرة ومرتين ففي رأيك يعني أين الخلل؟ هل الخلل من معاهد الإعداد اللغوي؟ أو هل هي من المناهج التي لم تؤهل هذا الطالب؟ أما الخلل في الكلية نفسها؟ لا ندري فهل نحن نحتاج لجسر يعني هل مثلا نحتاج لإعداد مناهج لأغراض أكاديمية؟ يعني مثلا طالب يريد أن يذهب إلى كلية التربية هل نعيد له مناهج لغرض أكاديمي حتى يصل إلى الكلية ويفهم؟ في رأيك في رأيك ماذا نفعل؟ هذه الشكوى يعني صارت الآن كثيرة جدا أنا درست في جامعة إبريقيا العالمية وجدت هذه الشكوى جهت إلى جامعة وقرى أيضا وجدت هذه الشكوى وأظن تكون في معاهد أخرى لا أدري والله ففي رأيك رزاك الله خير أن توضح إذا كان من الأمر يعني يعني شيء يوحيل هذه المشكلة رزاك الله خير شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك وشكرا على كلماتك اللطيفة والرقيقة ودكتورة العزيزة يعني أظن أن هذه المسألة ليست سهلة في رأيي ولعل هذا يكون مشروع بحثي لك في المستقبل القريب هذا الأمر يعتمد على أثفية من ثلاث فإما أن يكون مرتبطا بالمنهج أو أن يكون مرتبطا بالدارس وما له ودافعيته ووثقته وإلى آخره وإما أن يكون مرتبطا بالمدرس وكفاءته فلا نستطيع حقيقة أن نحكم على هذه الشكوى أو أن نصفها أو أن نفحصها دون أن يكون لدينا شيء مدراسة حالة أنا برأيي أن تقومي بوضع استبانة ذات معايير مختلفة ما لها علاقة بالمدرس وتنقسم إلى أجزاء والطالب ولها علاقة بالأجزاء ومنهج ولها علاقة بأجزاء فلكي تضعي يدك على الجرح أولا يعني لا يمكن أن نصف الدواء دون أن نعرف الداء فلا بد أن نعرف أين المشكلة هل المشكلة في الوقت الزمني المطلوب هل المشكلة في المحتوى اللغوي الذي لا يساعد المتعلمين على الالتحاق هل هو في طرائق التدريس التي لا توفر للمتعلمين فرصة الإنتاج والتفاعل والتعامل مع اللغة هل هو مشكلة في الطالب الذي لا يبدو للوقت الكافي والجهد الكافي للتعلم فأنصحك بعمل نوع من استبانة تحاولين من خلالها أو من جهتين استبانة توجه للطلاب واستبانة توجه للمعلمين الذين جاءوا من عندهم هؤلاء الطلاب ونحاول أن نتلمس أين هي التحديات ثم نبحث فيها ثم نقرر ما هي آلية المعالجة بعد ذلك شكرا جزيلا لك دكتور نأخذ داخل دكتور محمد التكريتي تفضل دكتور شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا شكرا جزيلا لك دكتور خالد الأستاذ خالد والشكرا أيضا لمنصة أريدو على هذا البرنامج الحقيقة أود أن أشير إلى موضوع مشكلة نعاني منها في البلاد العربية وهي مشكلة ضعف اللغة العربية أنا أتكلم معكم الآن من بريطانيا من مدينة مانشستر هنا في بريطانيا عندما يتخرج الطلاب من الثانوية أو الهاي سكول أو الكوليجيس ويذهبون إلى الجامعة الجامعات البريطانية كلها تطلب مادتين يجب أن يكون الطالب لديه حد أدنى في درجاتها وهي الرياضيات واللغة الإنجليزية وبعد ذلك يأتي الساينس بجميع فروعه كالفيزياء والكيمياء إلى آخره مع الأسب في البلاد العربية حتى أساتذة الجامعة وأنا دربت كثير دربت آلاف الأساتذة والمدرسين أنا مدرب يعني وجدت اللغة ضعيفة جداً عندهم من ناحية الأخطاء اللغوية الشائعة من ناحية الإملاء لا يميزون مثلاً بين همزة الوصل وهمزة الفصل وكذا 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 ويستعملون تعبيرات شائعة خطأ مثلاً يقول جاء نفس الرجل في نفس الوقت وهذا تعبير طبعاً الأساتذة يعرفوه أنا لست أنا والحقيقة أساس أنا علمي ومهندس يعني ولكني أحب اللغة العربية لذلك أرى هناك مشكلة في تعليم اللغة العربية يجب أن تكون مادة أساسية وأن قبول الجامعات يعتمد على على الأقل درجات محددة ومستوى محدد في اللغة العربية للقبول حتى يصير اهتمام في هذا الموضوع هذا أولاً ثانياً أشير الحقيقة إلى كتاب مهم يعني جيد وجدته وهو دليل كتبته شركة أرامكو في السعودية ربما البروفيسور الأستاذ خالد يعرف به عن الأسلوب في الكتابة والأخطاء اللغوية واستعمالات اللغة والجمل وإلى آخره وكذلك كتب مثل قل ولا تقل الدكتور مستوى جواد الله يرحمه وغيره يعني فهذه الحقيقة ما أشير أود أن أشير إليها اللي رفع مستوى التعليم اللغة العربية في البلاد العربية بشكل عام لأنها ضعيفة جداً والحقيقة في بعض الأحيان مخجلة يعني أنا تخصصي مهندس في بعض الأحيان أصحح اللغة لأستاذ مدرس لغة عربية أو مذيع في التلفزيون وهذا شيء يعني غريب جداً وشكراً جزيلاً وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً لك دكتور محمد شكراً دكتور محمد على هذه الإشارة حقيقة يعني هذه لا شك تعد من التحديات التي تواجه النظام العربي بشكل عام وليس فقط مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها لذلك أحظت دائماً وأؤكد على ضرورة مراجعة خصائص المعلمين ولعلي ذكرت في مستهل اللقاء أن الأثر العالمية حقيقة قد حددت معايير واضحة ومحددة لسمات المدرس الذي ينبغي أن يخوض مجال تعليم اللغات الأجنبية وحقيقة لدي توصيف يعني أيضاً هذا الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى على الأقل محاضرة من ساعتين ما هي الخصائص ما هي الأمثلة من الكتب التي يجب أن يعرفها يعني على سبيل المثال أن يكون ملماً باللغويات هذه من أسس آكفل يعني يجب أن يعرف أنظمة اللغة النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام التركيبي والنظام الدلالي والأنظمة الأخرى وما هي دلالات معرفة هذه الأنظمة على الأقل هل يستطيع أن يقدم محاضرة عن النظام الصرطي للغة العربية الآن أمام الزمهور هذا الحد الأدنى الذي وضعته كمؤشر للإجابة وكذلك الحال في النظام الصرطي والنحوي إلى أخذه ولذلك هناك محددات واضحة ينبغي أن يهتم بها ولا شك أن موضوع الأدلة وموضوع الكتب وهناك برامج على مستوى الصحافة والإعلام والتلفزة حقيقة موجودة في مصر وفي الأردن وفي سعودية وفي كثير من البلاد لكن هي تحتاج فقط إلى الراغبين والمقبلين على هذا الأمر فلذلك كان وما زال وأظنه سيبغى من التحديات التي تواجه أنظمة التعليم ولابد من وضع امتحانات كفاية لغوية لمن يدخل الجامعات وحتى العمل التدريسي نعم شكرا جزيلا لطرح هذا السؤال ونذهب إلى سؤال آخر نعم شكرا جزيلا لك دكتور نحن نحن مداخلة الأستاذة رهف تفضل الأستاذة رهف بإمكانك الضغط على علامة المايك لفتح المايك نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله الجنة على هذه الندوة الجميلة الرائعة من منصة أريد وأيضا مقامين عليها تاريين حتى من الدكتور خالد ما شاء الله عنه غني عن التعريف إنسان فعلا قامة علمية رساك الله خيرا دكتور شكرا لو سمحتم أنا أريد فقط أن أطرح بعض الأسئلة أولها متى يتوقف المعلم عن استخدام لغة رسمية أو لغة وسيطة مع الناطقين بغير العربية طبعا لغة رسمية نحن نعرف أغلب البيضان هي الإنجليزية هذا السؤال الأول نعم السؤال الثاني الدكتور لو سمحت بالنسبة لاستخدام الطالب لمعاجم يعني أحيانا معجم من العربية إلى لغتهم هل هذا يكون مع المتعلمين في الفئات العمرية يعني من الصف الأول مثلا طبعا أكيد صف الأول لا يوجدها مثلا الثانوية الإعدادية أو فقط لأغراض خاصة وما هي أفضل المعاجم في مثل هذه الحالة يعني أفضل معجم مثلا ممكن أن نشير للمتعلم عليه أو إذا كان الكتروني مثلا يستخدمون أحد المترجمات أنا لا أنا نعم 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 طبعا طبعا شكرا لك على هذه السؤالين بالنسبة للسؤال الأول يعني قلت من الأهمية بما كان إذا كنت تؤيدين استخدام اللغة أو كنت لا تريدين أن يكون لكي تصور لماذا هذا جيد ولماذا هذا أو لماذا تسلكين هذا المسلك أو لا تسلكون إذا كنت ممن يسلك هذا الأمر أنا أعتقد أن الأمر منوط بمثل أن يكون مثلث بهذا الأمر بهذا الشكل مثلث بهذا الشكل القاعدة الواسعة أو الضلع الذي يجلس عليه المثلث هذا يعني أنه يجب أن تقل لغتك عبر المستويات وفي المستوى الواحد يعني إذا بدأت في المستوى المبتدئ في اليوم الأول اليوم الثاني أقل من الأول والثالث أقل من الثاني والأول والرابع أقل من الثالث والثاني والأول والخامس هكذا يعني يجب أن يتم استبدال كل المدخلات المتعلمة بما كنت تستخدمينه هذا أولا هذا يعني أنه في المستوى المبتدئ يمكن استخدام اللغة إلى حد ما في ظني في المستوى المتوسط بحسب أكفل أو البي ون بحسب الإطار الأوروبي يجب أن تبدأ هذه اللغة بالاختفاء لماذا؟ لأنك بقدراتك ومهاراتك قادرة على أن تقدم اللغة بدونها والطالب يستطيع أن يتعامل باللغة التي لديه بدون لغة وقفة هذا بالنسبة لتجربتي وأبحاثي المسألة الثانية المعجم نعم إذا كنا نتعلم عن تعليم الكبار بالعكس المعجم له يعني يجب أن يكون رفيقا ولكن يجب أن أعرف متى يستخدم ومتى لا يستخدم في القراءة التحليلية يستخدم في القراءة التخمينية ممنوع استخدامه يعني هناك مواقف أشجع على استخدامها وهناك مواقف لا أشجع وهذا حديث يطول ومن المعاجم المهمة التي يمكن استخدامها أنا أشجع استخدام نظرية الأوزان العشرة ومن أفضل الكتب التي وظفت هذا الموضوع معجم لمتحدثين لغة الإنجليزية والألمانية وبعض اللغات الأخرى التي ترجم المعجم إليها معجم هانزفير وبالنسبة لطلاب المستوى المتقدم أنصح باستخدام المعاجم التاريخية كمعجم الدوحة ومعجم الشارقة والمعجم الوسيط أيضا فلماذا؟ لأنها توفر سياقات حقيقية والمفردات والمعاجم تعتبر أداء مهمة من أدوات اكتساب اللغة لكن يبقى السؤال متى؟ وحقيقة يجب أيضا أن تقوم المناهج بموضوع حديثنا اليوم أن تكون واضحة وصريحة في توظيف المعاجم في التدريبات شكرا جزيلا لك بكتوت نعم تفضلي الأخت أشواق بإمكانك الضغط لفتح المايك ومعجم الرياض نعم صحيح بالتورة هند أشكرك على التفكير وكنت ممن حضر استتاح معجم الرياض وفيه ميزات جميلة خاصة أنه فيه مدخلات سمعية وهذا شيء يكتب له أو يميزه عن غيره نعم أخت أشواق أعطيتكم الصلاحية بإمكانك فتح المايك لطرح المداخلة تفضلي قمت بالضغط على أدات المايك بإمكانك فتح المايك نعم تفضلي نعم السلام عليكم أسعد الله مساءكم جميعا أزاكم خيرا الدكتور خالد والقائمين على هذا البرنامج المفيد سؤالي حقيقة في نقطة واحدة محددة سأدخل مباشرة كما تفضل الدكتور مهارة الاستماع من المهارات المظلومة إن صح التعبير في إعداد مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لا أعرف هل ينصحنا الدكتور بسرسلة معينة تعتني بهذه المهارة وطبعا إذا ذكرنا الاستماع نذكر المحادثة ما هي السلاسل التي ينصحنا بها ما هي المراجع التي نستعين بها لإعداد مادة تدريسية تركز على هذه المهارة وشكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لك وأنصحك حقيقة لا يوجد لا أستطيع أن أستدعي سلسلة تستهدف الاستماع مباشرة لكن هناك موقع لطيف جميل يغطي حاجتك وزيادة كمعلمة لكل المستويات هذا الموقع قدمه أستاذنا الكبير الدكتور محمود البطل وهو في أثناء عمله في جامعة تكساس اسم الموقع أصوات عربية إذا ذهبت إلى جوجل وكتبتي بالعربية أو بالإنجليزية أصوات عربية قدم مجموعة كبيرة من الفيديوهات وبعضها عليها تدريبات وجاهزة ومقسمة بحسب معايير أكفل للمستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم والمتميز أنصح وأستخدمها تخصيا وأنصح الكل باستخدامها بالنسبة للمحادثة أنصحك بكتاب للعبد الفقير ويغطي المستويات كلها أيضا المستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم بحسب معايير أكفل وهذا الكتاب اسمه دليل الشراكة اللغوية ويوجد منه نسخة مجانا على الشابكة على موقع أكاديميا على حسابي على أكاديميا وعلى موقع اتحاد معلمي العربية منشور مجانا اسمه دليل الشراكة اللغوية وهذان يجيباني عن تساؤلك ولعل المشكلة مع أشواق أنك دخلت من حسابين ولعل الأستاذ الصفة تعطيك على حساب وليس على الآخر فشيكي على الإسمين أنت دخلت من إسمين نعم يرجى فتح معك أستاذ حساب بن السلام عليكم وعليكم شكرا دكتور وحاضر القيمة شكر موصول كذلك القائمة على المنصة سؤالي يتعلق بتعليم قواعد نحو العربي للناطقين بغير اللغة العربية فحقيقة تواجه أو يواجه متعلم لغة العربية صعوبة كثيرة تتعلق أساسا بالمنهج المعتمد من واضعي الكتب الدراسية بالاعتماد على طرق تقليدية في تقديم القواعد أو قواعد لغة العربية بشكل عام نلاحظ اتمادهم على ترصيمات أو جداول أو حشو حشو بالقواعد والمفردات الصعبة إلى غير ذلك مما يؤثر سلبا على متعلم هذه اللغة فحرصا أو ما ينبغي أن يكون هو تحبيب المتعلم الأجنبي للغة العربية حتى يمكن أن يقبل عليها إقبالا جيدا واستحبار كل ما هو ممتع وبداغ وجية النشيطة إلى غير ذلك إلا أن سؤالي باختصار أستاذ هل هناك طرق إبداعية تساعد تعليم النحو العربي وقواعد لغة العربية بطرق يسيرة وميسرة لمتعلمين أجاني وشكرا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذا السؤال الذي يحتاج إلى محاضرة أخرى تحت عنوان كيف ندرس القواعد بطريقة تواصلية بطريقة تفاعلية واختصارا للوقت وليس من السهل أن أجيب في دقائق مع مدودات قدمت بحثا في مؤتمر في تركيا بعنوان القواعد التفاعلية وقدمت فيها حقيقة نظرة تطبيقية بالمثال بالأمثلة ولعلك تعود إلى قناتي على اليوتيوب وتبحث عن فيديو بعنوان القواعد التفاعلية وسوف تجد الجواب هناك نعم أنا أؤمن أنه يجب تقديم القواعد بطريقة الحاجة أن تشعل الطلاب أولا بحاجتهم ثم أن يكون وقت الصفق ووقت إنتاج اللغة من خلال توظيف موضوعات القواعد وليس الشروحات التي لن تساعد على اكتساب اللغة هذا حديث عن اللغة وليس إنتاج اللغة فلذلك يعني وثمت حتى قدمت بعض الألعاب كيف يمكن أن نقدم القواعد بالألعاب وكيف لأن الألعاب تجعل الشخص ينتج اللغة بطريقة صبعية بدون تفكير بشكل عام فهناك حقيقة وهناك كتاب أيضا صدر مؤخرا بعنوان التنشيط أو التلعيب في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها ولكتاب أيضا بعنوان مئة لعبة لغوية في تعليم العربية للناطقين بغيرها بالاشتراك مع الزميل الدكتورة هبا شنيك والكتاب قدم ألعاب مختلفة لتدريس العناصر والقواعد والمهارات وفيه بعض الأفكار التي تساعد على تفعيل اللغة أو تقديم القواعد بطريقة تفاعلية شكرا جزيلا منك دكتور على هذه الإجابة نعم تفضل دكتور خميس السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته تفضل باختصار يعني أنا أعتذر يعني ربما كنتم يعني دخلتموني وحان وقت صلاة المغرب صلاة المغرب هنا في مصر حقيقة يعني بنشكر يعني منصة أو مؤسسة أريد على هذه المحاضرة الجميلة ونشكر معالي الأستاذ الدكتور خالد حسين أبو عامشة على هذه التطوافة الرائعة تميزة حول مناهج تعليم اللغة عربية أنا أقدم نفسي أولا دكتور خميس عبدالهالي هدية الدروقي مدرس بكلية التربية جامعة المينيا هنا في مصر ودكتوراه كانت عن تعليم اللغة عربية للنطقين بغيرها وكانت بالتحديد حول تعليم النحو للنطقين بغيرها أنا لا يعني أتحدث كثيرا لكن أشكر أستاذا دكتور خالد على على هذه التطوافة الرائعة حول المناهج والواقع وما ينبغى أن يكون ولكن السؤال هنا لأستاذنا الدكتور خالد حقيقة يعني لدي سؤالان السؤال الأول نجد في يعني غالبية المناهج التي تقدم للنطقين بغيرها الإطناب كثيرا في عرض قواعد اللغة ونحن نعلم يقينا ومن لديه بصيرة يعلم أن تعليم اللغة العربية في الأصل لدينا برنامجان برنامج عام جنرال وهو الذي يهتم بتعليم اللغة العربية من أجل الحياة وبرنامج خاص تعليم العربية لأغراض خاصة هم حتى المناجلة التي تقدم لتعليم اللغة العربية للبرنامج العام الذي هو مطالب أن يقدم مهارات استماعية ومهارات قرائية ومهارات للتحدث للطالب الأجنبي يوم كثيرا في عرض القواعد التي ترهق الأجنبي هذا الطالب الأعجامي أنا ما أريده إلا أن يتواصل وأن يتحدث بلغة بسيطة لغة عربية بسيطة فمعان المؤلفين أو معان الباحثين في عرض القواعد هذا أمر أرهق المعلمين أنفسهم وأرهق الطلاب كذلك فما توجيه معالي الدكتور خالد في وضع مرجعية لاحتكم لها عند تأليف الكتب حتى لما تقدم القواعد لابد أنها تقدم بشكل حيوي بشكل فيه نوع يراعي احتياجات هذا المتعلم إذا جاء إلى مصر أو إذا ذهب إلى الأردن هذا شق آخر أستاذنا دكتور خالد بحكم وجودي في جامعة المينيا هنا ونشرف على كثير من البحثين نجد استهتارا بمجال تعليم لغة عربية لناطقين بغيرها حتى بعض الأستاذ يقول لك يعني تعليم لغة عربية للأجانب أنا ممكن أعمل بحث في هذا الإطار والأمر يسير وهذا خطأ هذا الباب التعليم العربية لناطقين بغيرها أو للأجانب هذا باب له رجاله وله علمائه يعني ما يكون في مصر نحن طبعا تعلمنا على أستاذ رجل طعيمة رحمة الله عليه ودكتور محمود كامل الناقة ودكتور محمد عبدالله الشيخ في الأردن دكتور خالد أبو عام شافي السعودية مثلا دكتور فوز عبدالرحون الفوزان يعني لكل مكان رجاله فهذا الاستهدار جعل كثيرا من الباحثين يدخلون المجال وهم لا يفقهون يعني طبيعة وفلسفة المجال تعليم اللغة العربية على جانب ففضلا عن يعني في شق آخر المناهج التي قدمت في السؤال الأول يعني قدمت الثقافة العربية والإسلامية على استحياء فما توجيه فضلتك فيما يخص الإمعان في عرض القواعد بدون مراعاة الاحتياجات وإغفال الجانب الثقافي والشق الثاني من السؤال يعني الاستهتار الموجود لدى أوصات الباحثين ولدى بعض الأساتذة بسهولة الدخول في مجال تعليم العربية بدون يعني الدراسة أنا أذكر حينما يعني يعني أنا لا أريد حينما أعداد ترسلات الدكتوراه وأشرف علي سنزل الأساتذة مكاست يعني عامين كاملين أقرأ في التخصص وفي أدبية التخصص حتى أفهم فلسفة تعليم العربي للناطقين بغيرها أنا انتهت أسئلتي أنا بشكر أستاذ دكتور خالد وأنا سعيد أيما سعادة بهذه المحاضرة الجميلة ويعني إن شاء الله نرجو أن يكتب الله لنا لقاءات مباشرة مع أستاذ دكتور خالد أو عامشة وأنا متابعا عن كسب المؤلفات والأدابيات والبحوث التي تقدمونها يا فندم فجزاك الله خيرا ونشكر منصة أريد وإن شاء الله يعني نشكركم على هذا الزخم وشكرا جزيلا لكم شكرا دكتور خميس على هذه الإطلالات على هذه الملاحظات الرسائل لا شك يعني جاء هذا اللقاء هو من هذا الباب من باب رفع الوعي يعني نحن نسعى إلى أن تكون المناهج مواكبة لأحدث التصورات والمذاهب والاختلاف يعني شيء طبيعي في نهاية المطاف لكن يمكن القول بأن المناهج تقسم لقسمين مناهج فردية ومهما سعى أشخاصها إلا أنها تعتمد على خبراتهم الشخصية وهناك مناهج جماعية أو مؤسسية وهي غالبا التي تكون ذات يعني المفروض أن تكون ذات جودة أكبر وأعلى لماذا؟ لأن الذي عمل عليها طريق وتعاون هذا الطريق من أجل الخروج بهذا الأمر وفي الأمر أيضا حضور القواعد فيها بشكلها بأي شكل كان هو أيضا منوط برؤية المؤسسة برؤية الفرد ولكن لن نؤكد على أن الدراسات أثبتت على أنك لو قدمت القواعد بشروحات مطولة أو قدمتها بشروحات قصيرة فالنتيجة واحدة لن يساهم هذا كثيرا فيه ولن يكون له فرق حقيقة جوهري في اكتاب الطلاب لكفاءة لغوية أفضل ستكون لديهم معلومات أكثر عن اللغة وليس بالضرورة هناك من يحفظ الفية بالمالك ولكنه لا يستطيع أن يقيم جملة لكن نحن وهناك من يعرف قواعد بسيطة لكنه يستطيع أن يقدم جملة فالأمر منوص في نهاية الأمر دكتورنا العديد وأنتم أعلم بذلك موضوع الإعداد أنا حقيقة أؤمن أن إعداد المعلمين هو الذي يجب أن نركز عليه إلى أبعدها نأخذ من أشواق أسوال الأخير نظرا لابتزابي بموعد من أخر نعم دكتور تفضل عفوا دكتور يوجد مداخل أستاذ باربو من اندونيسيا تتضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته دكتور خليل أتمنى أن تكون في الشهو العافية اسمي سور المعلم ويجايا أندونيسيا الجنس وأنا رئيس اسمي تأليم اللغة على ربي بجماعة النور الجديد الإسلامية جاوي السركية أريد المداخلة من حضرتكم وأستفيد من حضرتكم ومن جميع المتخصصين المشاركين في هذا البرنامج المبارك منهج والآخرين بين تعليم اللغة العربية وتأليم القواعد لطلاب العربية أن يقدم لنا الموات التأليمية هي لا تخلو من القرآن والحديث كما أن نتعلم اللغة لكس اللغة يعني الإلمانية مثلا حتى تغيب عن سورة الإسلام والإسلام كثيراً كثيراً البرنامج كما أن نتعلم في معهدنا عفو منكم والسلام عليكم في مجال تعليم العربية للمراطقين بغيرها من هناك ومن هناك وضعت يعني شققت طريقي نحو هذا المجال وفي الحقيقة يعني الحديث أنا أستاذ محاضر في بعض جامعات أندونيسيا في مجال أو في مستوى الماجستير والدكتوراه وأدرك تماماً ما هي التحديات كوني عشت ثلاث سنوات هناك وأدرك تماماً التحديات التي يواجهها طلاب جنوب شك آسيا في مجال تعلم العربية وتعليمها على مستوى المدرس وعلى مستوى الدارس على مستوى المنهج وهي تحديات متعددة ومعروفة للعاملين ومصطلعين على هذا المجال وفي الحقيقة يعني ليس من السهل أن نطوف على هذه التحديات وذكرها ولكن يسرني أن أقول لك يا أستاذ برابو قد أشرت في البداية إلى ضرورة أخذ بعيد الاعتبار في التدريس وفي المناهج وفي التأهيل أيضاً أخذ بعيد الاعتبار خصائص الدارسين وأساليب تعلمهم وأنا أؤمن قطعاً أن أساليب وخصائص جنوب شرق آسيا مختلفة تماماً عن الطلاب الغربيين أو الأفارقة أو الآسيويين من بقاع أخرى ولذلك أريد أن أختصر جوابي فأقول يسرني أن أعرض عليك لقاءاً خاصة فيما بعد يتحدث عن التحديات التي تواجه طلاب جنوب شرق آسيا بشكل محدد هنا تكون الفائدة أعظم تكون الفائدة أكبر هنا تخاطب جمهوراً معيناً من الدارسين والأساتذة ولعلنا نتواصل ويكون بيننا لقاء سواء يعني عبر منصة أريد أو طريقة أخرى الذي ترونه مناسباً لكن هذا الأمر يحتاج إلى حديث تخصصي حديث أخذ بعيد الاعتبار لي بيئة معينة وخصائص طلابها ومدرسيها ومناهجها بشكل عام جزيلاً لك دكتور تم أعطاء الصلاحي لأفت أشواق ولكن أعتقد أنا لديها خلل بالمايك حدث مرات حاولت يعني بصراحة أبتح لها المايك ولكن أعتقد من الخلل لديها نعم شكراً جزيلاً لك دكتور على هذه الجهود الرائعة والإجابات القيمة بارك الله فيكم حضورنا الكرام نشكركم على فسن الاستماع نعم تفضلي أسمعينا لي باختدام المحاضرة في الختام أتقدم بالشكر الجم والتقدير الأتم لساعدة أستاذ الدكتور خالد أبو عمشة على تفضله بالقاء المحاضرة وعلى تفضله وإكرامنا بالوقت الإضافي من وقت سعادته كما ليفوتني أن أتقدم بفيضنا الشكر والتقدير للحاضرين من أعضاء المنصة والباحثين والمشاركين بالحوار والمدخلات التي أسرت هذه المحاضرة تقسرنا أن نقدم ذكرى متواضع من منصة أريد غير شهد التقدير لساعدة الأستاذ الدكتور خالد أبو عمشة ونرجو الله أن تبقى أسرة فكره موصولة بين ساعدته بين منصة أريد العلمية وفق الله الجهود وحقق المخصود وهناك كلمة أخيرة تريد أن تقولها دكتور أتفضل لكم الله خيرا شكرنا العاطر والتقديرنا الوافر لمنصة أريد أيضا ومثلة في مؤسسها ورئيسة تنفيذ ساعدة الأستاذ الدكتور سيفا السويدي وشكر الجزيل لفريق الدعم اللوجستي والفني الذين رافقونا في الإعداد والتقديم والتصميم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته كلنا الشكر والتقدير لكم سعادة الأستاذ الدكتور خالد حسين وسعادة الدكتور أميرة سنبس بارك الله بجهودكم جميعا تقبل الله منكم صالح الأعمال ووفقنا الله وإياكم لما فيه من خير والفداية أعزائي الحضور وصلنا معكم إلى الفقرة الأخيرة ونعتذر لإطالة بسبب كثرة المداخلات ننتقل معكم لشرح فقرة كيفية تحميل الشهادة لهذه المحاضرة مع الأستاذ عدنان خلعشي تفضل أستاذ عدنان معكم الصراحية شكرا شكرا أستاذ صفى بارك الله فيكم على هذه المجهودات الرائعة كل شكر موصول لسعادة الدكتور خالد أبو عمشة وأيضا سعادة البروف أميرة زبير سنبس على هذه المجهودات الرائعة وعلى هذه المحاضرة القيمة نعم حبتنا الكرام على عجال وذلك لضيق الوقت سنقوم معكم بشرح طريقة الحصول على الشهادة طبعا تم وضع رابط الشهادة والحضور في أتشات ولكن لمن أراد أن يستزيد فبإمكانه متابعة طريقة الشرح أحبتنا الكرام عند الدخول إلى منصة البحث إلى محرك البحث جوجل وكتابة منصة أريد تظهر لنا بالصورة الواضحة أمامكم وبالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول ينتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة ومن لم يكن مسجلا بعد في المنصة فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد من أعلى الزاوية اليسوى للشاشة فيتطلب الأمر بعض معلومات سهلة جدا بإمكانه خلال عشر ثوار أن يصبح عضوا في المنصة والمعلومات هي فقط الإسم باللغة العربية وكذلك الإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن موجودون فيها ومن ثم الضغط على زر التسجيل ننتقل ونصبح بهذا الأمر أعضاء بمنصة وريد ننتقل بعدها إلى الصفحة الرئيسية عفوا للمنصة وما يسمى بالحائط نأخذ من الطرف الأيمن للشاشة الدخول على أو الضغط على نظام عليم من الطرف الأيمن للشاشة نضغط على نظام عليم فندخل إلى الأقسام الخاصة بالنظام نضغط على المحاضرات القادمة المحاضرات القائمة نذهب بعدها مباشرة إلى جميع المحاضرات والدورات التدريبية والورش التي تقدمها منصة أريد العلمية ننزل بعض الشيء إلى الأسفل فنجد المحاضرة التي نحن بصددها مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مفهومها وأنواعها نقوم بالضغط على الرابط فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بها وتشاهدونها بالصورة الواضحة أمامكم نضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ننتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بالتحميل فنقوم بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية ويتطلب الأمر من رسوم رمزية قدرها خمسة دولار فقط وذلك لاستمرارية وإدامة المنصة أما بالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية فجميع الشهادات يمكنهم الحصول عليها مجانا نضغط على زر تحميل الشهادة الإلكترونية أو باللغة الإنجليزية download pdf digital فنتحول أو تظهر أمامنا الشهادة بالصورة الواضحة أمامكم هذه الشهادة بالنسبة للغة العربية وهذه بالنسبة للغة الإنجليزية أما لمن يسأل عن طريقة التعبئة الرصيد فبإمكانه الضغط على أعلامة الزائد من أعلى الشاشة الطرف الأيسر يوجد أعلامة الزائد نقوم بالضغط عليها فيجد طرق تعبئة الرصيد وهي عبر أعضاء وريد أو البطاقة الاعتمانية أو شركاء الحوالات المالية التي توجد لكل دولة شريك للمنصة وأيضا يوجد فيديو توضيحي خاص بطريقة تعبئة الرصيد ننوه أيضا أحبتنا الكرام لأنه إن شاء الله سنقوم غدا برفع التسجيل للمحاضرة على قناتنا على اليوتيوب وقناتنا اسمها منصة وريد العلمية وتجدونها بهذا الشكل أو تشاهدون بهذا الشكل وتشاهدون عليها جميع المحاضرات والندوات والفعاليات التي قدمت وإن شاء الله ستكون محاضرتنا موجودة غدا هنا نعم أحبتنا الكرام إلى هنا وصلنا إلى ختام محاضرتنا نسأل الله أن ينفع بهذا العلم وهذه المعلومات وبارك الله بجهودكم والكلمة الختامية مع الأستاذ صفا فلأكو الصلاح يتغضي أستاذ صفا شكرا جزيلا لك أستاذ عناق الأكثر من رائع بارك الله بجهودكم ووفقكم لكل خير وكما عهدنا أن اللغة العربية من أجمل اللغات وأعرقها في التاريخ فهي لغة القرآن الكريم واللغة الشعر والأدب والعلم وأهم ما يميز مناهج تعليم اللغة العربية أنها تفتح أبواباً واسعة لفهم الثقافة العربية والاندماج في المجتمعات الناطقة بالعربية والتراث العربي لتنمية مهارات قدرات طلابنا سواء كانوا مبتدئين أو متقدمين وأيضاً ستسهم في بناء جيل جديد من المتعلمين يحملون رؤية واعية للغة العربية ولنكتشف جمال وغنى اللغة العربية ونوصلها للعالم من حولنا نشكلكم جميعاً على حسن الحضور والمشاركات القيمة التي أثرتتم فيها جلستنا وندعوكم للاستفادة من المحاضرات القادمة لمنصة أريد الدولية نلقاكم على كل خير شكراً لكم جميعاً ونتمنى لكم مستقبلاً مشرقاً وباهراً نختم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم